مرحبا كيف الحال معكم الأستاذ أحمد ورجعت لكم إن شاء الله في حصة المراجعة الثانية طبعا أستاذي وقت تصوير الفيديو هذا بتكون في نفس الفترة اللي صورت فيها الفيديو الأول فبالتالي أنا مش عارف أصلا أنت شو قدمت بالفصل الأول ولا بعرف أي شيء بس أنا متأكد من إشي واحد أن الأسئلة اللي أنا حكلت لك إياها في الفصل الأول أجع منها كمية كبيرة أنا متأكد مليون في المئة أستاذي تمام فبالتالي خلينا نشد حالنا في الفصل الثاني وهو فصل أسهل بكثير من الفصل الأول بنقسم إلى وحدتين وحدة اسمها التكامل وحدة اسمها الإحصاء كلكم عارفين هذا الحكي إثنتين لم علامات بس فتح مخك ركز خناعمل رفريش للمادة ويلا بينا أول إشي أستاذي إن شاء الله رح نبلش فيه اللي هو هين بيحكيه لي بشكل صريح بده قيمة التكامل التالي هسا أستاذي قبل ما نبلش إنحل التكامل أتذكر إني أنا أعطيتك خطة لحل التكامل بتبتدئ في أول إشي رقم واحد التخلص من مين التخلص من الجذر هس أنا هون بس أتخلص من الجذر بتخلص من الجذر عن طريق الداخل على الخارج بتحويله إلى أس ثاني إشي حكيت لك إياه هذيك المرة أو في الحصص السابقة التخلص من الضرب ولما حكيت لك التخلص من الضرب أعطيتك طريقتين للتخلص من الضرب أول وحدة اللي هي كانت إتمام عملية الضرب وثاني وحدة اللي هي اسمها التكامل بالتعويض تمام أستاذي؟ هذول الثنتين حكيت لك إياهم اللي هو أنا إيش؟ بدي أحل عليهم في الامتحان بالنسبة لإتمام عملية الضرب يا أستاذي كانت عندي إياه هون إنه مثلا يجيني سين في قوس أضرب أوزع السين على القوس أكثر من حد ثلاث حدود حدين يكون في عندي قوس قوسين زي هيك الشكل التالي أو إذا كان في عندي قوس عليه تربيع لحاله في الشي بره سينات سينات لا يوجد سينات خارج القوس فأنا هون إيش بسوي؟ بقوم بعملية إيش أستاذ إتمام عملية الضرب فك القوس بضرب هاي الأولى في الأولى والأولى في الثانية وهكذا يا أستاذ زي ما إحنا عارفين هذا الحكي كله هيدو أما بالنسبة للتكامل بالطعويض فأنا بستدل عليه في الامتحان إنه كيف بدي أحل عليه إنه بيجيني نفس الأشكال هاي اللي كانت موجودة عندي هون ولكن بيجيني القوس عليه قوة أول إشي بيجيني عليه قوة القوة اللي بتكون عندي هين يا بتكون قوة كسرية يا بتكون عندي طبعا موجبة أو سالبة يا بتكون قوة عادية بغض النظر شو هالقوة اللي بتكون موجودة عندي طبعا لازم يكون في عندي سينات برا القوس أو بدي يكون في عندي قسين واحد عليه قوة فأنا هون بتأكد إنه أنا قاعد بستخدم في التعويض التكامل بالتعويض هاي ثاني شغلي أما بالنسبة للشغلة الثالثة اللي هي كانت إيش يا أستاذ التخلص من القسمة هسا إذا أنا جيت أتخلص من القسمة بدي أتطلع عنك بدي أتخلص من القسمة في عندي أكثر من طريقة ثلاث طرق لما يكون في عندي عدد على سين قوة نون لما يكون في عندي اللهم صلع سيدنا محمد كثير حدود كثير حدود على رقم لما يكون في عندي اللهم صلع سيدنا محمد كثير حدود على كثير حدود أنا هيك يا أستاذ طبعا أو لو بيكون في عندي هون كثير حدود على مثلا سين هنجي نحي هس عدد على سين قوة نون إحنا عارفين شو منسوي منطلع سين قوة نون فوق وشو منسوي فيها منخلي إشارتها سالبة بسير العدد عندي زي ما هو بسين قوة سالب إيش نون أما كثير حدود على سين وكثير حدود على رقم فهدول أنا إيش بسوي فيهم يا أستاذ دائما بوزع البسط على المقام بالنسبة لكثير حدود على كثير حدود فأنا إيش بسوي بسوي أني أنا بحل على شجرة التحليل هاي هي يا أستاذ تلخيص الطريقة اللي رايحين نستخدمها في التكامل هاي الخطة تبعية التكامل طبعا أستاذ بتحكي أنا شو التكاملات الرئيسية ابشر أنا بتحكي لك إياهم كاملين بإذن الله التكاملات الرئيسية يا أستاذ اللي هي أول إشي لما يكون في عندي تكامل الثابت تكامل ثابت ضدال السين وتساوي حكينا ثابت إيش ثابت سين زائد جيم صح ولا لا أو إصحك تنسى قيم اللي هي تحط جيم صح ولا لا يا أستاذ ثاني إيش حكينا له تكامل مثلا سين ضدال السين مثلا اللي هي تكامل سين قوة نون شو كنا نسوي يا أستاذ كنا نحكي لك زيدها وقسم عليها عكس الاشتقاق كنا نحكي إيش يا أستاذ نزلها ونقص منها فأنا هون شو بحكي زيدها وقسم عليها فكيف بدي أزيدها بدأ تصير عندي سين قوة نون زائد واحد على نون زائد واحد زائد جيم اللي ما أنساها تمام طب بفرض أستاذ حكينا في عندي عدد هون جنب سين قوة نون ضدال السين شو أسوي أنا يا أستاذ اللي بدأ أسوي أني بأخلي العدد زي ما هو لكأنه موجود بزيدها وبقسم عليها بسير نون زائد واحد على نون زائد واحد زائد جيم هون وعلى الأغلب سبعين في المية أنه العدد مع نون زائد واحد يمكن أن يتم اختصاره تمام مستاذ طبعا فيه كمان قواعد أنا موجودة عندي اللي هي اللهم صلى سيدنا محمد لما يكون في عندي قوس ويكون جواته ألف سين زائد با المقصود في ألف سين زائد با هي عبارة خطية العبارة الخطية السينات اللي بكونوا موجودين فيها أكبر قوة الها هي الواحد مستحيل يجيك تربيح حون إذا أجاك تربيح حون فعندك طريقتين يا أما بدك تحل على الطعويض يا أما أنك بدك تفرط القوس إذا كان في عندك قوة وجاني هين قوة نون كيف هذي يا أستاذ بدنا نكاملها نفس الطريقة هذيك بالظبط بزيدها وبقسم عليها من نفس الإشي ولكن بيختلف شي صغير واحد فلو حكيت هون ألف سين زائد با بدي أزيدها وقسم عليها هي زيتها نون زائد واحد على نون زائد واحد تمام إيش الإشي الجديد الإشي الجديد يا أستاذ إني بدي أضرب في معامل سين اللي هو ألف فقط لا غير أنت هيك بتكون يا أستاذ مية بالمية أجريت عملية التكامل إليها طيب في عندي يا أستاذ بالنسبة للجيب والجتة والظل هذول يا أستاذ خلني نجي نحكي إحنا بنعرف أنه الجيب وفي عندي جتة وفي عند ظل صح؟ أنا هذول بالنسبة اللي بعرفهم بعرف أنه المشتقة تبعيت كل وحدة بعرفها عادة بشكل طبيعي يعني مشتقة الجيب جتة ومشتقة الجتة سالب جيب ومشتقة ذل قاطع تربيع اللي بدي يسير معك يا أستاذ أنه أنا هنا بدي إيش أسوي الإيش اللي بدي أسوي أني بدي أخذ عكس الاشتقاق فمثلا الجتة بدي أسير مثلا بدلا ما كنت أخذ من هون بدي أسير آخذ من هون الجتة شو بدي يصير تكامله بدي يصير تكامل يا أستاذ جيب أما السالب جيب شو بدي يصير تكامله اللي هو جتا طب أفرض حكالي الجتا الجيب لحالها شو تكاملها سالب جتا القاطع تربيع شو تكاملها اللي هي إيش ظل تمام أستاذي طبعا بننتبه أنه لو كان في عندي مثلا مثلا اللهم صالح سيدنا محمد جيب مثلا ثلاث سين زائد اثنين بدي تكاملها تمام يا أستاذ لو كانت هاي موجودة عندي كيف بدي أكاملها بكامل الزاوية بخلي الزاوية زي ما هي وآخر إشي بقسم على معامل سين فأنا أصلا شو تكامل الجيب هاي جيت اطلعت هاي الجيب تكامله هو سالب هاي السالب موجودة عندي هون إيش جتا فبالتالي أنا هذا شو تكامله سالب جتا إيش سالب جتا الثلاث سين زائد اثنين طبقة كما هي وبقسم آخر إشي على معامل سين اللي هي ثلاثة وما أنسى أحط زائد جيم لأنها جدا جدا مهمة وهي جزء رئيسي في السؤال هاي يا أستاذ هي عبارة عن تلخيص كامل وشامل ووافي مية والمية لطرق التكامل هل سأنت الطرق اللي حكيتهم هاي آخر إشي هم هذال الطرق الأساسية للتكامل كيف بدي أستخدمهم حسب المخطط اللي حكيت لك إياه قبل شوي اللي هو هذا المخطط الأول إشي بدأ أتخلص من الجذر بعدين أتخلص من الضرب بأتخلص من الضرب بإتمام عملية الضرب أما إذا كان فيه عند الشكل تبع الضرب اللي بيكون فيه سينات خارج القوس والقوس عليه قوة كبيرة أو قوة كسرية أو قوة مثلاً لا يمكن فكها مثلاً وكان مثلاً أو كان فيه عندي قوس بره قوس بره وقوس جوه والقوس الثاني عليه قوة برضه أنا هون بعرف أني بدأ أستخدم التكامل بالتعويض تمام فأنا من خلال المخطط حتى سير تعرف متى أستخدم التكامل بالتعويض تمام أستاذ هنا طبعاً التلخيص تخلص من القسمة فأنا هون كي بدأتخلص من القسمة في عنده أربع أشكال عدد على السين قوة نون طبعاً المقصود مش سين قوة نون مقصود أنه قوس قوة نون هسا جوه القوس كان سين كان سين زائد واحد كان سين زائد أربعة نون كانت جذر بتأكد من هذا الحكي كله هيتو بعدينها يستاذ بطلحها فوق على البسط وبغير إشارتها ثاني تاني شيء لما يكون عندي كثير حدود على رقم وكثير حدود على إيش على متغير سين لحالها سين تربيع لحالها إيش بدي أسوي فيهم توزيع البسط على المقام في طريقة أخرى اللي هي أني أخذ عامل مشترك من البسط وأختصره مع المقام صح مية بالمية ولكن في الامتحان أنت بدك خطة زي هاي تمشي عليها عشان ما تتخربط ويضيع منك المعلومات تمام أما بالنسبة لكثير حدود على كثير حدود فأنت تتعامل معها زي ما كنت تتعامل بالفصل الأول مع النهايات فأنت هون راح تستخدم شجرة التحليل بأنك أنت تستخدم أول إشي طحص عامل مشترك معرفة عدد الحدود إذا حدين راح يأخذ مني أنا راح يكون عندي اللهم صلى على سيدنا محمد فرق بين مربعين إذا كان فيه سين تربيع وطرح إذا كان فيه سين تكعيب راح أخذ فرق ومجموعة بين مكعبين بينما إذا كانت ثلاث حدود راح أخذ تحليل عبارة تربيعية هذا كل هيته اللي حكيته هو الخريطة الذهنية إني أنا قدرت أنك أنت كطالب من خلال المراجعة هاي صار عندك خريطة ذهنية للتكامل كامل وسطت الفكرة فإذن الخريطة الذهنية إذا أنت ما كنت فهمها أول سنة هيك هسا قدرت تفهم شوي الخريطة الذهنية اللي هي لأنها تربط يا أستاذ بين تقريباً ستين بالمئة من الأفكار أو سبعين بالمئة من الأفكار تخليك ما تنساهم في الوحدة الواحدة تمام أستاذ هذا بالنسبة لتلخيص شامل عن التكامل هسا بدنا نيجي إنحل أكام من تكامل عنا هون فمثلاً لو عندي تكامل زي هذا طبعاً أستاذ الدوسية هاي نفس الدوسية السابقة لو بدك تحل أي إشي أو مثلاً الإشي اللي بقولك عنه حله مثلاً وإنت بدك تتأكد من حلك هاي الكود الـ QR كود بتقدر تدخل عن طريقة تطبيق زي الدوسية اللي قبلها طبعاً أستاذي عندي هون بقول السؤال الأول بحكي كالتالي إنه بدي أنا أوجد قيمة التكامل التالي ها ما رح أحل لأنه كثير طبعاً لأنه في هن تلاتين ألف مليون تكامل عرفت هالي كيف أنت هذول أنا بتأغني حلهم وروح على الامتحان بتلاقيهم في الامتحان قم نفسهم الأفكار نفسها وإذا مش نفس الأرقال كمان تمام؟ أنا عندي هذا التكامل كيف بدي أحله؟ هس أنا أول إشي عندي خطة بتحكي لي تخلص من الجدر عندي جدر؟ لا تخلص من الضرب عندي ضرب؟ طلع هين؟ لا طيب فش عندي ضرب تخلص من القسمة لما أجيت على القسمة أنا لقيت في عندي القوس اللي حكي عنه الأستاذ قو نون يعني سين قو نون ولكن داخل القوس مش سين حتطلي هالمرة حتطلي سين تربيع زائد سين ناقص واحد إيش بدي أعمل؟ شو بدي أسوي؟ معروفة خلت هالت درقتها أني أطلحها فوق وأغير إشارة القس فشو راح تصير هي؟ عبارة عن تكامل ثماني سين زي ما هي ثماني سين زائد أربعة زي ما هي هاي أنا ما صبتها ولا سألتها تمام؟ في إيش؟ في القوس اللي طلعته من فوق اللي جواته سين تربيع زائد سين زائد سين ناقص واحد الكل قوة سالب ثلاث لأنني طلعتها فوق ضدال السين غيرت إشارتها هاي أنا إيش سويتها أستاذ؟ حطي حطيتها فوق طيب هس أنا إيش بدي أعمل بعدها؟ برجع على المخطط من أول وجديد لأنه آخر إشي كان القسمة رجعت على المخطط كالتالي بموضع شكل طبيعي ولاحظت أنه فيش عندي جدر جيت أتخلص من الضرب فعلا لقيت عندي ضرب قوس في قوس صح ولا لا؟ طيب بما أنه في عندي ضرب فبدي أنا أعرف يا بدي أتم عملية الضرب يا إما بدي أستخدم التكامل بالطاوير فجيت أنا أتطلعت أتم عملية الضرب ما بزبط عندي قوة سالب ثلاث بقدرش أصلا أضربهم في بعض لو كان هاض وهاض ما عليهم قوة كم ضربتم في بعض وتكاملت كل واحدة لحالها عادي ولكن هنا خلاص اتفقنا أنه في عندي سينات وبر السينات فيه كمان قوس وفيه جوات وسينات وعليه قوة ثالبة الموضوع صعب فخلاص أنا ثبت أني بدي أحلو بالتكامل بالطاوير كيف بدي أحلو بالتكامل بالطاوير؟ الموضوع جدا بسيط وجدا سهل دائما القوس اللي فقيه قوة القوس اللي فقيه قوة ما داخله يفرض بقيمة صاد كيف يعني؟ يعني هذا القوس فقيه قوة داخله بدي أفرضه قيمة صاد فبدي أجي أحكي صاد وتساوي سين تربيع زائد سين ناقص واحد أول ما أفرضه أنا هنا بدي أحل بطريقة متشلسلة بالضبط زي ما أنا بدي أحل فرضتها الحل نص وخلص أنا أول ما أفرضها بدي أشتق دال الصاد على دال السين وتساوي مشتقتها ثنين سين زائد واحد مش إنها خلصت الفصل الأول يعني تنسى الاشتقاق لا بدي تستخدمه كثير بالفصل الثاني فدير بالك تمام؟ طبعا وليست المشتقات العظيمة الكبيرة مشتقت ضرب ومشتقت قسمة لا أحنا بنحكي عن المشتقات الأساسية الرئيسية الصغيرة تمام؟ بعدين هون بدي أخلي دال السين موضوع القانون شو باجي بحكي؟ بحكي إنه دال السين تساوي دال الصاد وبحص صحت دال الصاد خط والإش اللي اشتقيته بحطه هين يعني اثنين سين زائد واحد تمام أستاذي؟ أنا هيك شو سويت؟ أنا هيك ظبطت كل أموري بدل دال السين اللي في السؤال هون أعطيتها قيمة بدل القيمة المزعج اللي موجودة هون أعطيتها قيمة اللي هي صاد فأنا هيك خلاص أموري صارت جاهزة إيش اللي بدي أسوي هسة؟ إني أنا بدي أبلش إيش أعمل؟ أعوض فأنا هيجيت التكامل حطيته هون هاي أنا صبتها؟ لا هاي أنا ثمانية سين زائد أربعة تمام؟ هاي أنا صبتها آ اللي جوه خليتها صاد واللي بره خليتها إيش؟ سالب ثلاثة زي ما هي دوت إيش؟ دوت؟ آه هيك بصير الموضوع طيب خليك روحي أنت بعدين من رجعلك أوبا إيش هادا بكبير؟ بكبير بكبير قوي طيب هاي أنا يا أستاذ صبتها الأولى؟ لا هاي حطيت تقول لك إيش مالك؟ إيش فيه؟ أخي أخي ضبط لي خطك لعضة هاي أنا هاي صبتها لفوق خلينا نرجع هاي لفوق أنا صبتها لأ هاي تكامل وأنا زي ما هي خليتها اللي هي إيش؟ ثمانية سين زائد أربعة وأنا سألتها طيب هاي أنا شو صارت عندي؟ هاي أنا في عندي سالب ثلاثة هاي شو صارت عندي؟ صار اسمها صاد فبالتالي أنا هنا صار عندي إيش اسمه؟ صاد قوة قديش؟ قوة سالب ثلاثة هاي حطيت هون أنا سالب ثلاثة دوت دال الصاد على إيش؟ دال السين شو صارت قيمتها؟ دال السين صارت قيمتها هي دال السين شو دال الساد على اتنين سين زائد واحد فدال الساد دال السين صارت دال الساد اتنين سين على زائد واحد اتنين سين زائد واحد تمام؟ أنا هيك يا أستاذ بعد ما ضبطت الأمور هادي كله هيتها هسا بيجي عندي دور أني بدي أختصر بدي إيش؟ أختصر لازم أتخلص من جميع السينات إذا ضل عندي سين واحدة في السؤال بعد أنه حلي ماله غلط طيب شو بدي أعمل هسا أون؟ بدي أنا أشوف السينات هاي مع إيش؟ مع السينات هاي لو جيت ألاحظ راح ألاحظ شغلة إنه هاي ما بتشبه هاي ولكن دائما يا أستاذ هذا الشكل اللي موجود عندي هون أو الشكل اللي موجود عندي هون راح يتكون عندي بثلاث شغلات يأما بدي يكون زيه يأما بدي يكون عكسه وبينهم سالب فإنه لما بدي أختصر بدي أحط سالب واحد بدل الواحد يأما أني بدي أخذ عامل مشترك بين واحدة من الثنتين يعني بدي أخذ عامل مشترك بين الأولى كرقم أو الثانية كرقم تمام أستاذي؟ فأيذن أنا الثلاث شغلات هذول لازم أكون يعرفهم إذا ما طلعوا متشابهين فأنا لو جيتهم لقيتهم مش متشابهين فباجب أحكي في عامل مشترك بين الثنين سين والواحد؟ لا خلص هي أمورها تمام في عامل مشترك بين الثمانية والأربعة آه اللي هي الأربعة الثمانية عبارة عن أربعة بثنين فبالتالي لو أخذت الأربعة عامل مشترك راح يصف عندي أنا ثنين سين زائد إيش؟ هاي راحت كلها شو بنحط بدلها واحد يعني عبارة عن أربعة في واحد تمام؟ فصاد قوة سالب ثلاث ددال الصاد على ثنين سين زائد واحد وراح ألاحظ أنه هاي راح تختصر معها راح أقول لهم مع السلامة وأنا أول ما أختصر عطول شو باجي بسوي؟ لا يعني آه لا يعني أني اختصرت أني كاملت أنا ما كاملت هيك أنا بس اختصرت وسط الفكرة بس اختصرت يعني الاختصار ما له خاص في التكامل أول ما أختصر بروح بكامل فأنا هون صار فيه عندي أربعة وصاد قوة سالب ثلاث ددال الصاد شو تكاملها؟ زيدها وقسم عليها فأنت هون بدك زيد واحد فلما زيد واحد على السالب شو بده يصير فيه؟ بده يقل مش بده يزيد فلما أجي أحكي سالب ثلاث زائد واحد تساوي سالب اثنين تنهبلش في الامتحان فشو بده تصير هاي؟ بده تصير عبارة عن أربعة زيدها بده تصير صاد قوة سالب اثنين على إيش؟ على سالب اثنين زائد جيم وهذا اللي يعني أنه انتهى السؤال هسا إحنا هون بدنا نختصر أربعة تقسيم اثنين وهي اثنين صاد قوة سالب اثنين والسالب هذا بطلع فوق هين زائد جيم وطبعا يا أستاذي انت عيارك شويت هاي الحركة بدك ترجع قيمة صاد الأصلية فبدو يصير عندي سالب اثنين صاد عفوا بدل صاد بدي أحط قيمتها اللي هي كانت عبارة عن سين تربيع زائد سين ناقص واحد فهي سين تربيع زائد سين ناقص واحد والكل القوة ايش؟ القل قوة سالب اثنين زائد جيم وهذا هو الجواب النهائي يا أستاذ ولكن لو كان في عندك تعويض وإشي معين فأنت ما بتقدر تعويض في القوة السالبة بدك تكون عارف كيف تتخلص من القوة السالبة بإنك دايما تنزل الاقتران على المقام إذا كان في البسط بينما إذا كان في البسط في المقام اطلعوا هالبسط فإحنا هون لو بدنا نعوض رقم مثلا معين فإحنا إيش بدنا نسوي؟ إلي بدنا نسوي إنها ببضلها سالب اثنين تقسيم هذا القوة السالبة عشان أتخلص من القوة السالبة بدنا نزله تحت زائد سين ناقص واحد وأحطهن تربيع زائد جيم لو في أي رقم بقدر أعوضه هيكا بشكل طبيعي يطلع معي الجواب بشكل سهل بإذن الله طبعا يا أستاذ هذا السؤال اللوحين يعتبر من أصعب الأسئلة على التكامل بالطاولة طيب يا أستاذ طيب طيب حين في عند سؤال ثاني مثلا بيجي بيحكي لي بده تكامل آآ الثلاث طلع كيف بيحكي لي بدي تكامل الثلاث الثلاث للستة بير بالك حكينا إذا كان الحد العلوي يساوي الحد السفلي في التكامل المحدود بيكون جوابي صفر دائما تمام شكل سريع نش تروح تضيع وقت الامتحان بيجيب لك تكامل حلمة كيف كان حلمة إلو يعني جذور وقسور ومش عارف إيش وحالته حالة ولكن بيكون البسط يساوي عفوا بيكون الحد العلوي يساوي الحد السفلي في أكثر من طريقة عشان يتساوي فممكن يجي يحكي لي نص مثلا في الحد العلوي ويجي يحكي لي فوق مثلا ثلاثة على ستة هذول هيك متساويات ليش؟ لأنه أصلا الثلاثة على ستة هي عبارة عن قديم عن نص لو جيت قسمت على ثلاث رح يطلع عندي واحد لو قسم على ثلاث رح يطلع عندي اثنين فهاي ايش؟ عبارة عن نص صح ولا لا نفس اللي فوقها لك تكون تركز لو جاب لك الحد العلوي الحد السفلي كسور أنت تركز هون بأنك تبسط الكسور قبل ما تبلش حال لأنهم ممكن يكونوا متشابهات تمام أستاذ؟ طيب هم في عندي كمان سؤال لو جيت اطلعت علي يا أستاذ هذا السؤال الموجود عندي هون رح ألاحظ أنه في جتة وقوة داخل الجتة أو عبارة غير تربيعية عبارة غير خطية داخل الجتة هس أنا هون بدي أكون عالم أنه إذا أجاني الجيب أو الجتة أو القاطع تربية أجاني بالشكل هار وأجا قوس وأجا داخله مش خطي مش خطي شو يعني مش خطي؟ يعني السين عليها قوة أكبر من واحد تربيع تكعيب أربعة خمسة شو ما تكون القوة؟ وأجاني هون سينات وأجاني هون سينات هذا الشكل شو بدي أحله؟ التعويض تمام أستاذ؟ فهذا الشكل رح يحل على التعويض بشكل طبيعي بأنك تيجي تحكي صاد وتساوي قديش؟ سين قوة خمسة زائد اثنين دال الصاد على دال السين وتساوي اللي هي خمسة سين قوة أربعة وبتيجي تحكي له آخر شي دال السين تساوي دال الصاد على إياش؟ على خمسة سين قوة أربعة بعدها يا أستاذ بتروح بتعوض وبعد ما تعوض يا أستاذ رح تلاحظ أنك رح تقدر تختصر السين قوة أربعة هاي مع السين قوة أربعة هاي وبعديها بتكامل الجتة بشكل طبيعي جدا جدا تمام أستاذ؟ طيب هون حكي لي بده جيب الثلاثة سين زائد واحد كيف بدي أشتق الجيب الثلاثة سين؟ عفوا بده أكامل الجيب الثلاثة سين زائد واحد بكاملها يا أستاذ بشكل طبيعي شو تكامل الجيب؟ سالب جتة صح ولا لا؟ فإحنا لو نشينا أصلا نعرف أنه مشتقة الجيب إيش؟ جتة الجتة سالب جيب والظل قاطع تربية خلاص هترفي الامتحان عرفهم أنت أكتبهم كمشتقات خسا كتكامل بدك أنت إيش تسوي؟ تعمل زي هيك هو شو طالب؟ بده تكامل الجيب فالجيب أي الجيب؟ شو تكامله سالب؟ إيش؟ جتة فإنت هون صر تعرف أنك بدك تحكي سالب جتة إيش؟ الثلاثة سين زائد واحد بس إيش تنساش؟ معامل سين اللي هو الثلاثة فإنت لو جيت تطلعت هون وين هذا الحكي؟ اللي هي هيوتها موجودة هين؟ سالب جتة ثلاثة سين زائد واحد طيب هون يا أستاذ في عندي شكل جدا مهم لازم تكون أنت برضو عارفه لما يجيني واحد على جتة تربيع السين هذا شو معناته يا أستاذ؟ هذا معناته قاطع تربيع السين بالامتحان بيجي كثير وبتكرر هذا كثير هاي الفكرة فكرة أنه أحد على جتة تربيع هي عبارة عن قاطع تربيع فلو جاك سؤال زي هيك أنت أول ما تشوفها بس بتبدلها بتخليها قاطع تربيع وبتنتبه للزاوية اللي موجودة عندك هون ممكن تكون الزاوية سين تربيع زائد خمسة سين تكعيب زائد عشرة سين تكعيب زائد طلعتاش أنت أول ما تشوف جتة تربيع في المقام طلعه فوق مع زاويته وخليه قاطع تربيع هون لو صار قاطع تربيع شو تكامل القاطع تربيع اللي هي ظل والجتة شو تكاملها اللي هي عبارة عن جيب فأصبحت عندي قاطع تربيع ناقص جيب طبعاً لسين لسين وانت بتشوف وين موجودة عندك هون وتحلها آه عفواً قاطع تربيع تكاملها ظل ظل ناقص جيب بتشوف وين موجودة وبتحل بشكل طبيعي عادي طيب هس هون بيحكي لي جد قيمة كل مما يلي عندي هون برضو تكامل كل واحدة بكاملها لحالها بشكل طبيعي أول إش هنا لاحظ أنه في عندي جذر وحسب القواعد أنه أول ما ألاقي جذر شو بسوي فيه بتخلص منه تمام بكامل بشكل طبيعي موضوحة جدا سهل عندي هون تكامل القوس حكينا تكامل القوس أني بنزلها وبنقص منها ولكن آخر إش ما أنسى إش أسوي أضرب في معامل سين فلو جيت هون أنت نزلتها هاي الخمسة نقصت منها واحد نقصت منها واحد راح تصير أربعة على أهم إشي اللي هو على الأربعة زي ما هي عفوا شو بحكي أنا سرت تخربط بين الاشتخاق والتكامل لا 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 طيب هون زيدها وقسم عليها اللي هي بتصير عندك هون واحد ماقصين لو زيتها راح تصير ستة عفوا يييه لا إله أو الله مين نحسني واحد ناقصين زيدهاها وهي واحد ناقصين زيدها راح تصير ستة قسم عليها هاي ستة بشكل طبيعي ضرب ايش معامل سن اللي هي سالب واحد فالجواب النهاية رح يكون في عندك اللي هو واحد ماقسين ستة على سالب ستة زائد جيم فقط لغير طبعا نطلع هو الكرنيب ونحط السالب حط لك السالب على جنب هين هاي ما تنساها تمام طيب هاي مثلا بيحكي نضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة طلع معطيني سالب عشرة على عشرين وسالب واحد على اثنين طب ما هو أصلا الصفر بروح مع الصفر فصفت سالب واحد على اثنين على سالب واحد على اثنين يعني يشبهوا بعض ولما يشبهوا بعض شو بيكون جوابي صفر وين الصفر عطوا الاركاب من غير ما تطلع أصلا جوا شو فيه موجودين هاي موضوحة سهل بتطلح فوق أول إشي بتصير عندك أربعة سين قوة ثلاث بعدها يستزديدها وقسم عليها عشان تصير عندي أنا أربعة سين أربعة على أربعة أربعة بتروح مع الأربعة سين قوة أربعة هي الجواب الصحيح زائج خلينا نحل السؤال هذا الموجودة عندي هون بس أتأكد الكاميرا قدش ضال فيها وقت لا هسه بدي أسوي الكاميرا وأرجع عاحل يا وردي كتبنا السؤال هيك إحنا عشان هذا السؤال بدي إياك إمي تركز عليه لأنه هذا السؤال مهم جدا 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 وأتوقع بنصب كبير لأنك تلاقي أخوه في الامتحان أول إشي يا أستاذ جي تطلعت على السؤال في عنا خطوات أول إشي تخلص من الجدر فعلا عندي جدر فبدي أروح أتخلص منه بشكل طبيعي جدا 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 أول إشي بسويه بإني أكتب السؤال هاي تكامل سين تربيع ناقص واحد الجدر بتخلص منه الداخل على الخارج بس لما تيجي تحكي الداخل في عندك حدين فبتحط قوس عليهم زي هيك وبتحطهم واحد فالداخل صار واحد والخارج اثنين فصار عندني سين تكعيب ناقص ثلاثة سين الداخل واحد والخارج اللي هو اثنين لما ما يكون في عندك إشي بتحط اثنين لدى للسين لأنه اسمه جدر تربيعي طيب هسا أصبح عندي أنا تخلصنا من الجدر لأنه نتخلص من الطعب جيت تخلص من الضرب ولكن بلاحظ أنه في عندي قوة نص وفي عندي سينات برا القوس اللي عليه قوة فبالتالي أنا هنا تأكدت أني بدي أحل على إيش على التكامل بالتعويض إيش بدي أعوض اتفقنا أنه القوس القوس ما داخل القوس اللي فوقي قوس فباجي بحتي صاد وتساوي سين تكعيب ناقص ثلاثة سين بدي أشتقها دال الصاد على دال السين وتساوي ثلاثة سين تربيع ناقص ثلاث وبيدي أجعل دال السين موضوع القانون حكينا إحنا بس نحط دال السين تساوي دال الصاد وبقسم على الإش اللي اشتقيته اللي هو ثلاثة سين تربيع ناقص وواحد ناقص ثلاثة تمام أستاذي؟ لهد هون أموري 100% طيب شو أسوي بعد هيك؟ بحط الخط السحري وبحطه سهم وبدأ أبلش في الخطوة اللي بعدها تأكد يا أستاذ إنك إذا حلت بالطريقة هاي في الامتحام مستحين تتخربها وراح تجيب السؤال كامل صح 100% طبعا إحنا التكامل هذا ما أصبته فبنزل زي ما هو اللي هي 90 تربيع ناقص 1 هاي صارت عندي صاد اللي هي هاي هون صارت عندي صاد قوة نص دوت دال السين صارت دال الصاد على اللي هي المشتقة 30 تربيع ناقص 3 طبعا هون إحنا بنتفق وعارفين 100% إنه إذا ما كانت هاي بتشبه هاي فأكيد يا إما بدأ تكون عكسها وبدي أختصر بسالب واحد يا إما بدي أخذ عامل مشترك في واحدين منهم هون في عامل مشترك بين السين تربيع والواحد؟ لا هون في عامل مشترك بين السين تربيع 30 تربيع والناقص 3؟ آه اللي هي الثلاث فلو أخذت من هادي هيك أخذت عامل مشترك الثلاث رح يظل عندي سين تربيع ناقص واحد صح ولا لا؟ 100% هاي الثلاثة بما تروح كلها بنحط بدالها واحد فإذا نحنا بنجي بنشطب هاي كله هيتها هيك بنحط بدالها ايش؟ ثلاثة بنحط ثلاثة في سين تربيع ناقص واحد ومنلاحظ يا أستاذ إنه أنا بدي أختصر هاي مع هاي وهيك أنا أموري 100% طب هاي الثلاثة شو أسوي فيها؟ الثلاثة بمسكها وبحطها تحت الصاد فهنا شو بدي يصير عندي هين؟ تكامل صاد قوة نص على الثلاثة زي ما هي دوت دام الصاد وأنا هون باجي أشتق بشكل طبيعي جداً بس لما بدي أجي أشتق هس كيف بدي أشتقل عفوا بدي أكامل؟ كيف بدي أكامل هون بشكل طبيعي؟ باجي بحكي واحد زائد اثنين كديش؟ ثلاثة وبحطها في البسط فبسير عندي تكامل صاد قوة واحد زائد اثنين اللي هي ثلاث على ثلاث ويظل عفوا على اثنين اللي هو المقام زي ما هو؟ على ايش؟ على الثلاثة الأصلية من السؤال ولكن بس أجي هسا أنزل بدي أنزل هذه تحت بنزل البسط تحت اللي هي ثلاث واثنين بطلحها عند الصاد تمام؟ شو سويت؟ هاي صاد قوة ثلاثة على اثنين كيف نزلت البسط؟ نزلت الثلاث واثنين طلعتها فوقعه بنزل مقلوبها بحطها جنبها تمام أستاذي؟ طيب هسا أنا بعد ما سويت هذا الحاكي اللي هون اللهم صلى على سيدنا محمد ايش بدي أعمل هون؟ خلص خلص حل السؤال طبعا بس يخلص حل السؤال أسحك تنزل التكامل لأنك كاملة تمام؟ زائد ايش؟ زائد اللهم صلى على سيدنا محمد جيم ويخلف عليك كثرة الله خيرك طبعا لو كان فيها عندك هنا ايش بدك تتعوضه فبدك مضطر أنك تكون عارفة نهاية الداخل على الخارج وترجع قيمة صاد الأصلية وتعور بشكل طبيعي طيب هذا بالنسبة للسؤال هو من أحد الأسئلة اللي متوقع تيجي أختها في الامتحان يا أستاذ طيب لو جيت أنا عندك هون على السؤال اللي زي هيك السؤال اللي هي يلا يا ابني طيب لو جيت على سؤال زي هيك هذا السؤال لو جيت تلاحظ أنت معطيني جتة سين لكل تربيع هاي الفكرة يا أستاذ اللي هي موجودة عندي هون هاي الفكرة بدنا ننتبه لشغلي أنه لما يجي يحكي لي جتة تربيع يحط هون السين أو يجي يحكي لي جتة سين لكل تربيع هذول نفس الشكل هذول هن عبارة عن جتة تربيع السين لاحظ السين ما عليها إشي فبالتالي هاي أصلا عشان أحلها في التكامل فأنا بدي أطلع الجتة فوق لأنه انتفقنا أي جتة تربيع بتكون في المقام بطلحها على البسط وشو بخليها قاطع تربيع فهايدو أطلحها فوق منها تسير ثلاثة في عندي هون تكامل قاطع تربيع السين ضدال السين وأنا هون بكامل بشكل طبيعي شو تكامل القاطع اللي هو ظل فبسير ثلاثة ضاء السين زائد جيم فقط لا غير يا أستاذ طيب هذا الحكي إحنا هيقى صرنا عارفينه وأموره جدا بسيطة و جدا سهلة بإذن الله طيب هذول يا أستاذ الأسئلة اللي موجودة هين هي نفس الأسئلة اللي كنا صلنا ساعة منحل فيها نفسها بالضبط يا أستاذي ما بتغير عليها ولا أي إشي هاي كلها تمرينات و زي ما حكيت لك أستاذ في عندك على الجنب هون تلاقي باركود محلول في كل الأسئلة فإذا انت حبيت تتأكد من حلك عادي ما في أي مشكلة تأكد منه عن طريق البركود ولو واجهت أي مشكلة اتواصلنا طيب عند السؤال هذا اللي موجود عند زي هيك لاحظ أنه بحكي لي بده تكامل إيش؟ بده تكامل اللهم صلى على سيدنا محمد طيب في السؤال زي هيك بحكي لي بدي تكامل لام تكعيب دو دال السين إصحك هي كبير تكامل اللام تكعيب ليش؟ لأنه بده تكامل بدلالة مين؟ سين يعني فقط السينات اللي بكاملها فبالتالي هذا اللام تكيب تعتبر رقم زي هزي الخمسة ثابت شو تكامل الثابت؟ ثابت سين زائد جيم فبالتالي هذا شو بدي يكون تكامله؟ لام تكعيب سين زائد جيم بقط لغير مش تروحت زي مهن زايد ومقسم لا هذا الحكي مش مظبوط واسطقل في الكرة أستاذ هذا الإشي لازم تركز عليه كثير كثير منيح واجاء ركز عليه كويس لأنه هذا الإشي مهم هذا الأسئلة بتيجي كثير في امتحان الوزارة كثير اللي هي على المفاهيم طبعا هون أستاذ برضو نفس الإشي عبارة عن تكاملات عادية ما بدها أي إشي بالزبط هي كثير سهلة صراحة عندي هذا التكامل الموجود هون حكيلي أنه بدي أوجد قيمة عين هس أنا بعرف أنه التكامل وهذا التكامل المحدود إيش أول إشي بدي أسوي؟ إني فعلا بدي أكامل صح؟ فأنا شو تكامل السالب ثلاث في التكامل المحدود؟ تكاملها هي عبارة عن سالب ثلاث بعد ما أخلص هان سالب ثلاث سيف بعديها أنا هون في عندي شعر وبنتفقيل أن الشعر بده مشط هذا الإشي ما بعرفه غير طلاقي هذا شعر والشعر بده مشط فبروح بحط المشط بشكل طبيعي جدا اللي هو إيش المشط فوق في عندي عين زائد واحد وعندي تحت عين ناقص واحد طبعا كله هيته شو يساوي؟ يساوي ستة عين طيب شو بسوي هسا يا أستاذ؟ ليش اللي بسوي هون؟ أني بدي أعوض الحد العلوي ناقص تعويض الحد إيش؟ السفلي فبدي أعوض الحد العلوي بده يصير عندي سالب ثلاث في مين؟ في عين زائد واحد ناقص بده أعوض الحد السفلي إيش بده يعطيني؟ سالب ثلاث سين في مين؟ في عين ناقص واحد وكلهم شو يساوي ستة عين تماما أستاذي؟ فهذا لو بدي أعوض بشكل طبيعي بعوض السالب ثلاث بدي أضربها في العين هس عشان إيش؟ أفرط الأقواس بده يصير عندي سالب ثلاث عين ناقص ثلاث هسا في عندي ناقص طبعية السؤال ما بصيبها بحكي لي هين ناقص وناقص عادل أفضل بدك تسويهم سويهم صح؟ بس أنا بحبش زي هيك بحب أحل كل قوس لحال وأنا متعود أصلا إنه السالب بفتح له قوس فأنا عين ما بدي أخرب الدنيا فسالب ثلاثة سين ايه عفوا سالب ثلاثة ايش هاي السين من أجل؟ الله يقطع شري أنا الله يقطع شري شلنا هاي السين صبعا إحنا عوضنا بدلها عين طيب سالب ثلاثة في عين سالب ثلاثة عين سالب ثلاثة في سالب واحد اللي هي الزائد قديش؟ ثلاثة تمام؟ وتساوي ستة عين هس أنا هون بأجي اللهم صلى على سيدنا محمد بدخل السالب هذا جوا بشكل طبيعي جدا أحسن لي هاي سالب ثلاثة عين ناقص ثلاث زائد ثلاثة عين ناقص ثلاث وتساوي ستة عين لاحظ أنه في عندي هون سالب ثلاثة عين وعندي هين زائد ثلاثة عين هذول الثنتين بودعوا عندي سالب ثلاثة وسالب ثلاثة في الصف سالب ستة وتساوي ستة عين على ستة على ستة هذول بروحه يصف عندي الجواب آخر إشعين وتساوي سالب واحد فقط لاغين حلو جدا بسيط وجدا سهل ما بده أي إشي صعب طيب ننجح السؤال الموجود عندي هون يا أستاذ بحكي لي إذا كان قاف اقتران المتصلا هسا قال لي متصلا مش متصلا نحض الحكي ما بفرق معنا إحنا في الحل لأنه ما إلو خاص إحنا من حل تكامل ما العلم التكامل والاشتقاق لهم صلة كبيرة في الاتصالات في الاتصال في الاتصال والاتصال إلو إيش اسمه صلة في النهايات ويعني أصلا كلهم منتصلا في بعض وأنتوا عارفين لأنه أصل النهاية هو التعويض وعارفين أنه النهاية هي نفسها المشتقة وتعريف المشتقة والمشتقة عكس التكامل فكلهم متسلسلات وجهات مع بعض طيب عندي هذا إذا كان قاف اقتران المتصلا وكان ما أعطيني تكامل بشكل طبيعي أيهون وطالب قاف فتحة الواحد أستاذ ركز معي أنا ممكن يطلب مني قاف فتحة بأحد مشتقاتها كلهيتهم اللي احنا عارفينهم اللي كتبتهم في حسة المراجعة السابقة اللي هي أنه يجي يحكي لي بدي قاف فتحة جد المشتقة العولى دال الصدع على دال السين ميل المماث يجي يحكي لي اللهم صلى الله عليه وسلم جد نهاية قاف السين زائد ها ناقص قاف السين على ها قاف العين ناقص قاف السين على العين ناقص سين عند تقترب من سين كنهاية ممكن يحكي لي جد السرعة اللحظية كل هذول أشكال المشتقة ممكن يطلبهم بشكل مباشرهم بدل قاف فتحة السين هذا الحكي لازم تركز عليه هس هو قال لي اشتق أنا ايش باجي بسوي هاي السؤال زي ما هو في عندي مساواة الطرف اليمين بحط له مشتقة الطرف اليسار بحط له مشتقة طبيعي جدا هس أنا في قاعدة بتحكي لي أن المشتقة مع التكامل ودالي السين شو بصير فيهم بروحه شو بصف عندي أنا قاف السين وتساوي اثنين سين عفوا بتصف ايش اسمه اللهم صلى على سيدنا محمد بتصف عندي اياها قاف السين وتساوي هسا بدي اشتق نزلها ونقص منها ثمانية سين تكعيب ناقص ثلاثة في تسعة سبعة وعشرين سين تربية ومشتقة السبعة بتروح بس لو جيت لاحظت انه شو طالب مني قاف فتحة وانا شو طالي عندي قاف السين فبالتالي أنا هون شو بعمل فارجع باشتق مرة ثانية شو مشتقة القاف اللي هي هيها قاف فتحة حطت عليها وهم باشتق كمان مرة ثانية مشتقة القاف اللي هي قاف اللي هي قاف فتحة ومشتقة الثمانية سين تكعيب اللي هي ثمانية في ثلاث اللي هي أربعة وعشرين سين تربية ناقص سبعة وعشرين باثنين اللي هي عبارة عن أربعة وخمسين سين وبنقص من الثنين اللي موجودة عندي هون واحد بالصفة عندي واحد فقط لغير هاي هي المشتقة اللي بده إياها هو طالب للواحد فبعوض قاف فتحة الواحد وتساوي أربعة وعشرين في واحد تربيع الواحد تربيع واحد ضرب أربعة وعشرين هاي اربعة وعشرين ناقص ناقص اربعة وخمسين لانه وخمسين في واحد وتساوي اربعة وخمسين اربع وعشرين ناقص أربعة وخمسين وتساوي سالب ثلاثين وهو الجواب النهاي بكل anything بكل بساطة و بكل سهولة هون نفس ليش يا سيد طالب قاف فتحة بدك تشتاق أول مرة رح يطلع مع قاف السين ترجع تشتاق كما مرة هاي فكرة جدا مهمة زيز متوقع في الامتحات طيب هون في عندي مجموعة من الأسئلة نفس الفكرة كل هيته نفس الإشي بإذن الله هون هين طلع بقول لي اطلع السؤال هوا أصلا هو مش حكيلي أشتاق لحالي بدي أشتاق بدي أفهم كيف لو جيت حكيت لك هون تكامل قاف السين بدي للسين يساوي خمس سين تربيع وبدو قيمة قاف الواحد شو بدو؟ قاف الواحد بس أنا بتلاحظ جنب قاف الواحد فيه تكامل طب أنا كيف بدي أشيل التكامل؟ هيك بدي أفكر في الامتحان كيف بدي أشيل التكامل؟ أنا التكامل بعرف أنه ما بروح غير بالاشتقاق فبالتالي أنا زي الأسد بروح بشتاق هاي الجهة وبشتاق هاي الجهة لو اشتاقتها بعرف المشتاقة بتروح مع التكامل مع داري السين فراح يظل عندي قاف السين وهي تساوي مشتقة هاي مشتقة الخمسة بتروح ومشتقة السالب سين تربيع اللي هي سالب اثنين سين فهي نعرفة قاف السين هل في داعي اني اشتق كمان مرة حسب المطلوب تطلع شو طالب قاف الواحد وانا شو عندي قاف السين فبالتالي عندي قاف وطالب قاف فيش داعي ان اشتق كمان مرة فبالتالي انا براح بعود بدل كل سين واحد فشو بدي يصير عندي انا قاف الواحد وتساوي سالب اثنين في واحد اللي هي تساوي سالب اتنين فقط لا غير هاي الجواب أصبح موجود عندك وهذا يا أستاذ فعليا من الأسئلة المتوقعة تيجي في الامتحان نص حارفي اللهم أرقام تتغيير طيب ايه الله أكبر عنا هنا سؤال نفس الإشي بحكي لي قاف فتحة عادي بشتق هذا الطرف وبشتق هذا الطرف لاحظ أنه مشتقة قاف السين اللي هي قاف فتح السين هنا مشتقة بتروح مع تكامل مدال السين فبيضل الحد زي ما هو أربع سين تكعيب زائد واحد وأنا طاله هو طالب قاف فتحة وأنا عندي قاف فتحة فبعوض بشكل طبيعي فالاقتران أربع سين تكعيب أنا ما احتشت أني أشتقه أصلا طيب هون نفس الإشي هون أطلع هون طالب قاف فتحة وهي عندي قاف فتحة بس شو في جنبها تكامل طب أنا كيف بتخلص من التكامل باشتقه وباشتقه عشان يروح التكامل بظل عندي قاف فتحة باشتقه مرة واحدة هاي الأسئلة كل لهيتها نفس الإشي يا أستاذ ما فيه إشي صعب فيها اللهم إنها شغلات بسيطة جدا طيب نيجي على السؤال اللي موجود عندي هون بيحكي لي إذا كان الاقترام قام مقتصلا وبيجي بيحكي لي أنه قاف فتحة تساوي اثنين سين زائد ثلاث بده قاف آها هو معطيني قاف فتحة وطالب قاف طب أنا الفتحة كيف بشيلها بالتكامل فصال الموضوع بسيط أنا عند بداية أطلع أنا أريد أن أقارن هو طالب مني شو معطيني إذا هو طالب مني والله قاف فتحة وأنا فيه عندي قاف فتحة ففي stayed하는 لأشتق ولا أكامل بدك تكون واضح أنت تكون مركز طالب مني والله قاف فتحة وأنا عندي قاف بروح باشتق طالب عندي مثلا قاف وأنا عندي قاف فتحة شو بروح بشيل الفتحة أنا بدي أكامل فالفكرة كله هي يا أستاذ أنه علاقة المشتقة بالتكامل أنه وحدة بتزيل وحدة أو الثنتين بروح ما بعض إذا أنا ما بدي مشتقة بحط لها تكامل ما بدي تكامل بحط لها مشتقة ويخلف عليك كثر الله خيراك موضحة بصير هنا أستاذ ما بدي المشتقة شو بدي أحط لها تكامل فهي تكامل هيدا أحط تكامل قاف فتح السين ددال السين شو يساوي بدي أكامل الجهة الثانية اللي هي تكامل الثنين سين زائد ثلاث ددال السين تمام أستاذ طيب عاستاذه أننا ما بدي أكامل هون ما نعرف أنه المشتقة ما辦法 شيachts يسمه التكامل مع المشتقة غدال السين بروحهم شو ضل عندي أنا قاف فتح السين ويساوي هاي شو تكامل الثنين سين اللي هي عبارة عن ثنين سين تربية على ثنين هاي ثنين سين تربية عالمين على ثنين وثنين بتروح مع ثنين زائد شو تكامل الثلاث؟ ثلاثة سين زائد جيم اسحك تنسى جيم سين جيم حلق غلط تمام أستاذ؟ طيب هو حكيلي انه قاف الثنين شو تساوي خمسة ليش معطيني قاف الثنين تساوي خمسة؟ عشان اعرف طيب الجيم فانا هان بدي عاجي اعوض قاف الثنين تساوي بدي اعوض بدل كل سين اثنين اثنين تربية اربعة زائد ثلاثة باثنين ستة زائد جيم وحكيلي من السؤال انه قاف الثنين شو تساوي خمسة فانصف عندي اربعة زائد ستة اللي هي عشرة زائد جيم ناقص عشرة ناقص عشرة فاكتشفت ان جيم تساوي خمسة ناقص عشرة اللي هي سالب خمسة فهيا نعرف تقيم الجيم هسا هسا انا بصير عندي قاعدة رئيسية معروفة امورها تمام اللي هي قاف الثنين وتساوي سين تربيع زائد ثلاثة سين ناقص خمسة هاي القاعدة اللي عندي اياها صارت تشوف شو طالب مني قاف السالب واحد فبروح بعوض بالكل سين سالب واحد عشان يطلع معي الجواب سالب واحد تربيع اللي هي واحد زائد ثلاثة في سالب واحد اللي هي سالب ثلاث ناقص خمسة واحد زائد سالب ثلاث اللي هي سالب اثنين ناقص خمسة وتساوي سالب سبعة وهو الجواب النهائي بشكل جداً بصير وجداً سهل ويعتبر من الأسئلة الجداً مهمة اللي 100% جيتك في الامتحان تمام أستاذ؟ طبعاً إنه مجموعة من الأسئلة برضو ممكنك تحلها طبعاً أستاذ هون لاحظ أنا أبدأت خلص من المشتقة لأنه بده قاعدة الاقتران قاعدة الاقتران هي المقصود فيها قاف السين تمام؟ حس إذا هون أطالب هو قاعدة الاقتران قاف السين فأنا ه ingenue بدأتخلص من الفتحة ولمنت تخلص من الفتحة دوحط هون تكامل وهون تكامل التكامل اللي هون رح يكون تكامل طبيعي وحل على القاعدة اللي اعطتك إياها تخلص من الجذر تخلص من الضرب تخلص من القسمة رح تتحل عليها كامل وعادي ممكن نيجي تكامل بالتعويض ممكن يجي كل التكاملات اللي أنت أخدتها ممكن أنك تلاقيها في الجزء تبع التكامل طبو هنا أستاذ بحكي لي إذا كان قاف اقتراناً قابل الاشتقاق وكان هون نفس الفكرة بدك أنت أول إشي تكامل عشان تشيل لأنه ضالب قاف الواحد وإنت عندك فتحة فبدك أول إشي تشتاق يبدك تكامل يا ربي هون احضال بقاعدة الاقتران وعندك فتحة فأريضاً بدك تكامل تكامل بشكل طبيعي جداً 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 لاحظ أستاذ هذا التكامل اللي هون تكامل رزل لو أجاك في الامتحان هذا التكامل فاعتبر أنك أنت سعيد الخض إيه؟ ولا قضي صعيب يا أستاذ طلع ما تقلمه شو اللي الجذر السبع طعش يزم شو اللي حص عيدة حت تخوت عليه أنت كاعد تخوتش عليه بس أنت لاحظ أن قائد بتحكي لي إذا هذا يساوي هذا شو جوابه؟ سفر لاحظ تسعة تقسيم ثلاثة قديش ثلاثة وهان شو في عندي ثلاث وهان شو في عندي ثلاث فشو جوابه؟ ايه صفر طبعاً يا أستاذ الأسئلة اللي لا يزو議ك بجيغل لك يا ف المتحان عشان يستنزفوا الوقت منك لأنك إذا بلشت تحل فيه والداخل على الخارج وبلشت تزيد وتحولوا لقوص وتتخلصed من الجذر ومش عارف البلاوي هاي السمراء تبعتك ضيعت توقيعكم كثير انت ضيعتك أدالي شروب lossاعة سألت فجوابه صفر كثانيا بين حgets فالتكامل ده كتعرف تتعامل معي يا ستاس مش بس يلاها حل ده كتعرف تتعامل معي عرفت تتعامل معي واخترت الطريقة الصح انا ما اعطيك الطريقة كاملة عشان ما اضيع الوقت هتطلق ايها كامل حكيلك عنها اللي هي تبع تخلص من الجذل والقصص هاي شان انت باتك ويدي تفكر فامشي على القاعدة امورك بسيطة طيب السؤال اللي فوقه هو سؤال تكامل بس التكامل هذا بتطع ايش اسمه تكامل ياش بيحكوله تكامل محدود طيب هذا كسؤال تكامل كيف انا بدي احله شكل طبيعي جدا باجيب اتطلع عليه بغض النظر عن الارقام اللي موجودة عندي هون عادي ولا زي كنها موجودة انا في الحل تكامل جيس اطلعت عليه والله اذا قايت انه في عندي انا فش عندي جذر فش عندي ضرب ولكن عندي قسمة طلع كثير حدود هاي حد حدين بلاس اذا هو كثير حدود حد حدين اذا هو كثير حدود اذا يتم حله عن طريق شجرة التحليل فبالتالي انا عشان احله عن طريق شجرة التحليل بدي افتح قوس فوق تحليل عبارة تربيعية فهي قوس قوسين وبدي احط انا اطلع الاشارة لهون زائد اخد تنتين من هاي هاي سالب هاي سالب وهونسين وهونسين طبعا احنا هون في شجرة نعمل مشترك عشان هيك انا اطول فلاشة تحليل عبارة تربيعية طيب ايش بدي اعمل بعد هيك انا رقمين اضربهم في بعض يعطوني ثمنتاش ومجموحهم تسعة شو الرقمين يعطوني الثمنتاش مع بعض مثلا عندي ستة بثلاث صح ولا لا ستة بثلاث طمنتاش بلكن ستة زائد ثلاث تسعة فهي ستة وهي ثلاث على مين على سين ناقص ثلاث لاحظ انه هاي بتودع مع هاي فأصبح عندي تكامل سين ناقص ستة من ثالث سين من وين من اثنين الى صفر كامل شو تكامل هاي سين تربية على اثنين ناقص ستة سين وبما انه في عندي شعر بحط المشط من اثنين الى سفر عوضي يا كبير هذي فوق فاثنين تربيع اربعة على اثنين اللي هي اثنين ناقص ستة باثنين اللي هي اثناش هاي اول واحد الحد العلوي ناقص تعويض الحد السفلي سفر على اثنين سفر ناقص ستة بسفر سفر فهونا سفر فأنا هنا اثنين ناقص اثناش اللي هي تساوي سالب عشرة ناقص صفر اللي هي تساوي سالب عشرة فقط لا غير هي تلعي عندي الجواب مثال سهل ووسيط ومن الأسئلة المتوقعة يجي في الامتحان طيب هون نفس الأسئلة ممكن يتحلها هون لاحظ وقل لك سين تربيع على تسعين ولاحظ عشرة عشرة صفر عطول طيب هون برضو هذا سؤال سهل هون برضو سؤال سهل طبيعي هون أستاذ لاحظت أنه في عندي جذر لما بدي أحول هذا الجذر يا أستاذ رح يصير سين تربيع ناقص واحد الكل الداخل أضحكينا واحد واحد على ثلاث ولاحظ أنه في المقابل تلبي طلعوا فوق وبعد ما طلعوا فوق بدي أحل بالتعويض لأنه في عندي تربيع داخل القوس وفي سينات خارج القوس طيب هذا كله هيت ومسخرة ووسيط وسهل هاي هون مثلا شو حكي لي صاد تساويها طالب دالس صاد عدالي السين طيب شو دالس صاد عدالي السين مشتقة طيب دروح أشتق طيب أنا بعرف أن مشتقة التكامل المحدود مشتقة إيش التكامل المحدود هذا اللي بكون فيه عليه أرقام شو مشتقة التكامل المحدود صفر بش تروح تشتق زي الهبيلة في الامتحان وتجيب العيد انت منبارح معاق صدمة والله منبارح معاق صدمة ولك يا ابني شو هذا الخط السين شو هذا الخط اللي طلع في الموصف طيب هذا يسا زيب حكينا مشتقة التكامل المحدود قديش صفر سريع سريع هنا عندي سؤال يا أستاذ بيجي بيحكي لي اللهم صلع سيدنا محمد انه هاي صاد تساوي لام عثنين وجذر وتربيه وكانت لام عبارة عن ثابت جد قيم الدال الصاد عدال السين وانتهان السؤال قال أنا مش فاهمه في الامتحان أول مرة بيجيبوه يا غيستي مش هارف شو أعمل مش هارف شو أسوي صفر الجواب صفر ايه؟ طيب ليش صفر؟ طيب هو تكامل محدود أرقام مش تكامل المحدود جوابه رقم شو مشتقة الرقم صفر فالتو قد اشتهبت في الامتحان هيك ع الفاضي وع المليال ركز ركز في كل معلومة انت أخذتها أستاذك حكي لك عنها أو أنا حكيت لك عنها لازم تكون فاهم شو بيسسوي وصلت الفكرة طيب ايش الشكوان في الامتحان الامتحان بيكون سهل جدا 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 فيه تركات زي هاي فيه تركات زي هاي الامتحان فيش فيه شي صعب طيب هنا جيت قيمة ما يليه طلع معطيك أشكال المشتقة كلهم أشكال المشتقة هدول أشكال المشتقة في الامتحان بيشوف نهاية وقل لك يا الله ما احنا خلصنا عنه منها بالفصل الأول شو جابوا لناها بالفصل الثاني مخربطين أكيد مخربطين لا مش مخربطين هم غيح حالك مش مخربطين لأنها النهاية هاي معناها مشتقة للشكل هال وبما أنه أنا بدي أشتق هون اطلع كيف ده اشتق اقتران ماله اللهم اصلى سيدنا محمد محدود فجوابه عطول الثلاثة جوابهم صفر سريع سريع من غير ما تسوي شي شو على كنزة طيب بيجييني سؤال زي هيك بيقول لي إذا كان الاقتران معرفا على الفترة من واحد إلى ثلاثة مش لحي بنعرف أنه هاي البداية وهي النهاية الصغيرة الكبير وكان قاف فتحة معطيني قاف فتحة يساوي 2 سين فإنه قاف الثلاث ناقص قاف الواحد كيف تساوي واستاذي ركز معي هون هسه هو معطيك قاف فتحة هاي هو معطيك إيش قاف فتحة شو طالب منك قاف الثلاث ناقص قاف الواحد هو طالب منك قاف عرفت عليك فأنت في عندك فتحة زياد بدي أشيل الفتحة كيف بشيلها بالتكامل طيب أنا لاحظت أنه بيحكي لي أنوا التكامل معرف على فترة من 1 ل 3 طيب بروح بعطيه تكامل معرف من 1 ل 3 فأنا إيش باجب أسوي هون تكامل من واحد إلى ثلاث لامين لقاف فتحة سين ددال السين وتساوي تكامل من واحد إلى ثلاث اثنين سين ددال السين أنا بعرف أن المشتقة بتروح مع التكامل وبيس يروح وبينزل عندي قاف الثلاث وبما أنه في شعر بنزل المشط اللي هو من 1 إلى 3 شو يساوي تكامل هايلي هي ايش ثنين سين شو تكاملها ثنين سين تربيه عثنين وثنين بتروح مع ثنين شو بيضل عندي سين تربيه فتكاملها سين تربيه وبما انه محدود معناته بدي احط بما انه محدود انا ايش بدي اعوض هيا انا بدي اعوض الثلاث شو بدي تصير قاف الثلاث ناقص قاف مين الواحد شو تساوي عوض الثلاث ثلاث تربيه تسعة ناقص واحد تربيه قديش واحد شو طلع الجواب عندي ثمانية اذا زي ما انت ملاحظ قاف الثلاث ناقص قاف الواحد زي ما طلبهم قاف ثلاث ناقص قاف الواحد شو تساوي ثمانية اللي هي الف طبعا أستاذ لو جيت هنا تعوض ولقيت قافل واحد ناقص قافل ثلاث شو بتسوي بس حط سالب للجواب ماشي تفتيش تفتيش تبرم كثير في الامتحان وتخرب الدنيا لا بس حط سالب تمام فإذا أنت هيا أنا شو جوابك ثمانية بشكل بسيط بسهل طيب وهنا السؤال 34 نفس الاشي وسؤال 35 نفس الاشي عشان تتدرب عليهم حتى 36 نفس الاشي 37 نفس الاشي هذول كل اللي هيتم عشان تتدرب عليهم طيب هون أستاذي بحكيلي إذا كان قافل قاف اقترانا متصلا تمام وكان قافل واحد يساوي ثلاث وقافل جيم تساوي ثمانية وهذا مع طيق جد أو قيمة أو قيم الثابت جيم هذا السؤال أنت بتحس أنه ملعوب أنه السؤال صعب مش عارف كيف أحله ولكنه سؤال أبو الشلي يعني جد صراحة سؤال أبو الشلي طيب مع ليش فستطي الكاميرا بقول لك لاحظه يا أستاذ أنه سؤال جدا تافه وبسيط الاشي اللي بدك تسويه أنك أنت إيش بدك تحط اللي عندك هون توزع التكامل التكامل هون عندك بدك تعطيه لقافة حسين ولثنين سين ليش لأنه ثنين سين من ضمن التكامل فأنا وزعت وعادي بدك أكامل بشكل طبيعي فكيف بدك أكامل هاي أنا عندي هاي مشتقة مع التكامل مع داري السين بودعو وصف عندي أنا قافة السين من وين لوين من واحد إلى جيم ناقص هاي كاملها شو تكاملها ثنين سين اللي تكاملها عبارة عن ثنين سين تربية على ثنين نين بتروح مع ثنين فتكاملها سين تربية هاي صفت عندي أنا. هون. كيم تربية؟ من وين لا آت؟ من واحد الى جيم شوي تساوي؟ جيم. صح ولا لأ؟ مئة بالمئة! عوض هذا الجيم هذه هون، شو بدأ تسير؟, قاف لجيم. ناقص عوض هذا الواحد هون. شو سيصير؟. قاف لواحد. ناقص. نفتح قوس بعد الناقص. ما linv web bağوض الجيم داخل جيم بدأ تسير؟. جيم تربية، ناقص. عوض الواحد. شو بدو يسير؟ واحد تربيع اللي هو واحد وتساوي G. يخلب عليك اقتر الله خيرك دخل الجم جو.. دخل السالب جوه شو بدو تسير عندي؟ قاف الجم ناقص قاف الواحد ناقص جم تربية زائد واحد وتساوي جم لاحظ انه هنا شو حكي لي اصلا في السؤال قاف الواحد تساوي ثلاث Detc قاف الجم تساوي ثمانية قاف الجم شو تساوي ثمانية ناقص ناقص جيم تربية زائد واحد وتساوي جيم تلاحظين انه في عندي جيم تربية مغنطيس صح ولا لا تجذب كل اشي عندها ثمانية ناقص ثلاث خمسة زائد واحد ستة في عندي هون اللهم صلع سيدنا محمد سالب جيم تربية ثمانية ناقص ثلاث حكينا خمسة زائد واحد ستة زائد ستة زائد 6 وتساوي G ونقول للجيم هاي على الجهة الثانية هل سير عندي سالب جيم تربيع ناقص جيم زائد 6 وتساوي 0 طلع هذا الاشارة أعطي سالب للكل يعني أعطي هون سالب وأعطي هون سالب لأنه أنا ما بحب يكون جوابي هنا اللهم صلى سيدني محمد أو معامل جيم تربيع معامل سين تربيع اللي احنا بنعرفه سالب فأنا بعطي هاي سالب بدخل عليها سالب بدخل عليها سالب هون بدخل على السفر سالب عادي مش أنا حطيت إيش على اليمين بحطيه أشمال حر أنا فالسالب هنا بروح وبصير بدخل السالب هسه جوا لهاي ولهاي ولهاي فشو بدو يصير هين جيم تربيع سالب مع سالب موجب جيم سالب مع موجب سالب 6 وتساوي 0 وفرق بين مربعين هاي جيم وهاي جيم إشارة ناقص معناته أنا ما بأخذ إشارتين من هاي شو بسوي بعط واحدة موجب واحدة سالب طبعا أنا عاش بدأ حط عوامل الستة ثلاثة باثنين أنا الأكبر الثلاث بحطها عندلي في النص هاي ثلاث وهاي اثنين من هون اكتشفت أن جيم تساوي سالب ثلاث ومن هون اكتشفت أن جيم تساوي اثنين بقط لغير اللي بسألني ليش قلبت الإشارات لأنه بدأ نقولها على الجهة الثانية لما أحط صفر فبدأ يصير عندي هاي قيم جيم اللي طلعت معاي في السؤال بشكل جدا بسيط جدا سهل ايش عملت أنا ولا ايش سؤال قعدت تكامل فيه والله ما سوت ولا ايش يا شخص الموضوع سهل طيب نيجي على السؤال اللي بعده السؤال اللي بعده سؤال ثابت عادي جدا أنك بتشتق وأنك بتكامل بشكل طبيعي ما مش عارف سهل ايش فيه طيب شو هاذا الخط اللي طالح طيب هس أنا عندي هنا مش عفوا تكامل من أربعة إلى واحد وفي عندي ميم ضدال السين تساوي خمستاش بارف قيمة ميم طيب الميم ما هي أصلا ثابت شو تكاملها ميم السين وعندي شعر بحط المشط من أربعة إلى واحد هاي ميم السين وتساوي خمستاش عوض الواحد شو بيطلع عندي ميم ناقص عوض الأربعة أربعة ميم وتساوي خمستاش ميم ناقص أربعة ميم سالب ثلاثة ميم وتساوي خمستاش على سالب ثلاث على سالب ثلاث وادع ميم تساوي خمسة والسالب بحطها لأنها الشي غيرها وأن السالب خمسة هيوتها هذا نفس الإشي كمان وهذا نفس الإشي هذا مش نفس الإشي هذا أستاذ قاعد بتحكيلي إذا جاني قاعد في السين وجواب سفر بعرف أن الحد العلوي يساوي الحد السفلي تمام أستاذ هذا لازم تكون أنت عارفه من المجهيل في الثوابط طبعا هذور أصلا كان لهم خرائط مفهومية كل هيتهم عشان ما تنساهم يعني المتبع معي بعرف الحد هانا إيش بدي أعرف الحد العلوي تساوي الحد السفلي فعشرة زائد ألف تكعيب تساوي الحد السفلي اللي هي ثنين ميم تكعيب زائد اثنين ناقص ميم تكعيب ناقص ميم تكعيب نفس النوع بنقص منهم عادي هاي راحة عشرة وتساوي ثنين ميم تكعيب ناقص ميم تكعيب زي لما أحكي سنتين من نفس النوع كرسيين ناقص كرسي قداش بيضل كرسي واحد فهاي ميم تكعيب زائد اثنين هاي ناقص اثنين ناقص اثنين ودعت عشرة ناقص اثنين لي ثمانية وتساوي ميم تكعيب الجذر التكعيب إلى الثمانية الجذر التكعيب إلى الثمانية تكعيب مع الجذر بروحه ميم وتساوي اثنين فقط لا غير يا ورده يا أستاذ هذا نفس الإشي طبعا هنا بدك تنتبه يا كبير أنه هنا ألف تربيع زائد خمسة تساوي قداش ستة بدك ترتبه هون في صفر هون قفصين حد دلوي ساوي حد سفلي بدك تنقل ستة تنقل ستة يصير عندك هون الله ما صالح سيدنا محمد ألف تربيع زائد خمسة ألف ناقل ستة بدك تنحل عن طريق تحليل عبارة تربيعية لتكون منتبه لهذا الحقي وعندي هاي نفس الإشي ولكن هين خلينا نحلها اللي هي لما يكون فيه اندي قافت هذا بس يكون فيه اندي قافت همان المشتقة المشتقة مع التكامل بتروح طبعا هنا يا أستاذ انت لاحظ إذا انت اشتقيت تكامل محدود جوابك صفر ولكن إذا السؤال أجل فيه نفسه انت ما سويت ولا إشي كان فيه مشتقة وتكامل محدود عادي بتقدر تختصرهم مع بعض وستدكيف الفكرة يعني إذا انت ضفت لمستك الجواب صفر إذا السؤال ضف لمسته الجواب إنك بدك تحل عادي تمام فهين المشتقة مع التكامل المحدود بتروح أو مشتقة مع التكامل بتروح بظافة عندي ألف قاف وفيما إنه فيه شعر هاي الشعر يوري 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 هاي الشعر ايش هين بيظل عندي اللي هو اللهم صلى على سيدنا ماما شو اللي يوري يوري يوريه هاي شو تعمل إزاز أوه بحبها الزنة طيب هاي في عندي هون الشعر فبحط عندي المشط اللي هو هاي ثلاث هاي اثنين طبعا ويساوي قدياش ستة وعادي هسا أنا بعوض الحد الغلو ونقص الحد السفلي عوض لهاي اللي هي هاي ألف سين أصلا طيب عوض لاثنين بتصير ألف قاف اثنين نقص ألف قاف الثلاث وتساوي ستة وزي ما أنت نلاحظ في السؤال معطيني أنه قاف اثنين تساوي ثلاث وقاف ثلاث تساوي خمسة قاف اثنين تساوي ثلاث ثلاث ضرب ألف اللي هي ثلاثة ألف ناقص فقاف الثلاث اللي هي خمسة فخمس ضرب ألف اللي هي خمسة ألف وتساوي ستة ثلاثة ناقص خمسة اللي هي سالب اثنين ألف وتساوي ستة على سالب اثنين على سالب اثنين ودع ألف وتساوي ثلاث والسالب بنزل زي ما هو لأنه لحاله فجوابي سالب ثلاثة فقط لا غير طيب هاي نفس الإشي وهذا نفس الإشي ما بيختلف عنه ولا إشي أستاذ كله نفس الإشي هين اللهم صلى الله سيدنا محمد هنا نظريات في التكامل أتوقع اللي هي أنه أول إشي لازم أكون تكامل عندي ما له جاهز طيب هذا تكامل جاهز لا ليش لأنه قاف السين عشان يعتبر جاهز نظريات النهايات نفس المبدأ عشان يعتبر هذا جاهز الأربعة لازم أتخلص منها قاف السين لازم تكون لحالها فأنا هاي قاف السين تقسيم أربعة عكس القسم شو هو ضرب فبضرب هنا في أربعة وبضرب هنا في أربعة بشكل طبيعي أصبحت جاهزة وهذه عندي جاهزة فبعوض في السؤال بشكل جدا بسيط وزهد بس هون في شغلات لازم إنك إيش تنتبه إلها بشكل جدا مهم وهي كالتالي أول شغل يا أستاذ إنه لو جيت حكيت لك تكامل قاف السين الله ما صلى سيدنا محمد من واحد إلى خمسة مثلا زائد ثلاث ضدان السين تساوي اثنين ما بيصير تجي تحكيلي ناقص ثلاث ناقص ثلاث غلط هذا الحقي كله غلط ليش؟ لأنه بدك تلاحظ وين مكان إيش؟ وين مكان شسمها؟ الثلاث هاي الثلاث في لها مكانين أول مكان إنها تكون جوا دال السين إذا كانت جوا دال السين فهي جزء من التكامل عشان أنا أنقلها على الجهة الثانية لازم أوزع التكامل عليها أكاملها بعدين أنقلها فهي عشان أجاهزها مثلا بدي أحطها هي خامسة 1 قاف السين ضدى للسين زائد برضو هي بالتكامل خمسة 1 ثلاثة ضدى للسين يساوي اثنين وأكامل ثلاثة اللي هي ثلاثة سين ثلاثة سين من ويه؟ من خمسة إلى واحد ثلاثة في واحد ثلاث ناقص ثلاثة في خمسة 15 ثلاثة ناقص خمسة عشان سعلي بـ 12 لاحظ أنا لما بدي أزيد على الجهة الثانية راح اجي احكي زائد اثناش زائد اثناش اول شي كنت ناقص ثلاث ناقص ثلاث فالموضوع اختلف فهمت عليك كيف يا استاذ فاذا انا اول شغلة لازم احدد مكان الثلاث اذا جوا التكامل اول شي لازم اكاملها بعدين انقولها على الجهة الثانية ولكن لو اجتني بالشكل التالي ها اجاني تكامل خمسة واحد قاف السين دود دال السين زائد ثلاثة تساوي خمسة هل اختلاتة من ضمن التكامل لاحظة الثلاثة مش من ضمن التكامل اصلا فبالتالي هي الثلاثة اللي حالها الجاي فانهم بقدر انقص ثلاث انقص ثلاث بكيفي هنا الجواب صح مية في المية هاذا الاشي من ابرز الشغلات اللي بتوقع فيها في الامتحان الترك هاذا دايما طلاب التوجيه بغلط فيه دايما عرفت عليك في الشي سؤال لازم يغلط فيه هاي الشغلات انتبه عليها في الامتحان تمام تركها سهل بس بيجيب العيد في السؤال بيجيب العيد رسمي في السؤال طيب كمان شغلة انه انا اذا كان عندي التكامل من واحد الى خمسة قاف السين ضدال السين تساوي سبعة تساوي سبعة وجيت انا هون يا استاذ بدي اعوض في الاقتران ولقيته الاقتران من خمسة لواحد مش من واحد من خمسة من خمسة ولا واحد فانا ما بعوض سبعة شو بعوض سالب سبعة هذول اهم من الشغلات الرئيسية في التكاملات هاي من سيت شو اسمها والله انا نشيط نظريات تكامل ولا مش عارف شو اسم عن سيته تمام طيب هنا في السؤال زي هيك مثلا هاي معطيني من سالب ثلاثة الى واحد قاف السين هاي جاهزة من سالب ثلاثة الى اثنين قاف السين هاي جاهزة امور هني ثنتين مية بالمية بس لاحظ هو هين شو حكيلي بده من وين لوين بده من واحد الى اثنين بده من وين من واحد الى اثنين هاي من سالب ثلاثة الى اثنين وهاي من سالب ثلاثة الى واحد في الشيشة من واحد الى اثنين فانا ياش باجيب اسوي بشوف انا قبل ما اطلع هون في ثلاثة قاف السين وابصر شو لا قبل باجيب احكيله انت طالب من وين لوين من انت طالب من وين لوين من سالب واحد الى اثنين صح فانت بس تجدو طلب من سالب واحد الى اثنين هي عبارة عن تكامل زاء التكامل هيك بدي احكيله تحت هنا اول شي بحط واحد وفوق بحط هنا اثنين ومن نص شو بدي يكون الرقم اللي فعلت شو الرقم اللي فعلت اللي هو سالب ثلاث وهون بدي يكون سالب ثلاث وهون بدي يكون ايش سالب ثلاث فاس انا هون اول اشي عشان اوجد من واحد الى اثنين بدي من واحد لسالب ثلاث عندي من واحد لسالب ثلاث اه بس شمالها جاي من سالب ثلاثة الى واحد فمشكلة بي فبدل ما ااخد انا من سالب ثلاثة الى واحد بدي اخد من واحد الى ثلاثة بدل ما ااخد ستة شو بدي اخد سالب ستة هاياخفت سالب ستة زايت انا لو جيتهن اطلعت بدي من وين من سالب 3 الاثنين عندي من سالب 3 الاثنين صح عندي ايها صح 100% قدش قيمتها 12 هاي ، 12 سالب 6 زايت 12 قديش? 6 اذا انا التكامل عندي من واحد للاثنين قديش قيمته 6 في ذا انا انا لو جيت احل بطلع من واحد لاثنين قديش تساوي قاف 6 فثلاثة ضرب 6 قدش الجواب 18 هيتلا معي الجواب أسرع وأسهل طريقة ممكن أنك تحل فيها وحتى في الامتحان على متهب تخذها كاملة تمام؟ هاي هي أتوقع لها اسم شو اسمها بوحميد الإضافة خلينا بالله نتأكد شو اسمها مع بعض لأن والله إني صراحة هذا أنا بحل وأنا ناسي أصلا شو قال بحل ناس الأفكار كله داخل هيك أسوي حصة تأسيس طيب قال تأسيس أسوي حصة مراجعة طيب شو اسمها هاي تطبيقات التكامل لا اسم هو وحد التكامل حلو مش موجودة أصلا هنا كل الدسية بناء 2004 أحنا صدق وبا 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 الهيات والله أسوز مين موجودة بعرفش شو اسم هالا ولكن اللهم صلى على سيدنا محمد كبير جح هذا آه لا جنني طيب وسط الفكرة يا أستاذ هادي أتوقع إلها إسيام الله والعلم عند الله والعلم عند الله إنها خاصية الإضافة والعلم عند الله والعلم عند الله أنا مش متأكد صلاحة هسا بتأكد لكم بحثي لكم عنها المهم هذا أستاذ نفس الفكرة على السؤال اللي قبله لازم يتجهز هاي أول إشي قبل ما تبلش تكون هاي جاهزة تنتبه لوين طالب من سالب 1 إلى 4 في عندي من سالب 1 إلى 4 أو في عندي من سالب 1 إلى 4 وعندي إقترانين فعادي اللام ببدلها والها ببدلها والسين طبعا قبل ما أبدل دوزع التكامل على كل وحدة عشان كل وحدة في تكاملها مية بالمية ولكن إذا طلعت مشكلة بحط سالب إذا طلعت زي ما هي بحطها زي ما هي طيب عنده هون كل هيتهن نفس الأسئلة نفس الأفكار كل هيتهن هذول كل نفس الفكر كلهم وكثر ما في عليهم أسئلة هذول حطات كهير عليهم أسئلة والله سهزة أنه جدا جدا مهمات جدا جدا مهمات طيب خلينا عندي هذا السؤال هذا السؤال بس ثواني أعمل الرفريش ورح السؤال اختفى اختفيت انت يختفي ايه انت يختفي هاي ضربة الكاميرا وأرجحك طيب أستاذ نيجي اللهم صلع سيدنا محمد على السؤال رقم 56 اللي هو السؤال اللي عندي يا بالشكل الثاني سؤال متوقع جدا 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 نيجيك في الانتحان هاي السؤال موجود عندي يا هون عشان نعرف نحله اللهم صلع سيدنا محمد هاي السؤال موجود هون كيف بدي أحل هذا السؤال زيك نحن طبيعتنا كبني عدمين في الرياضيات عارفين انه دائما يا أستاذ بيقول عندي قاف فتح السين قاف فتح السين دائما قاف السين عمره بحياتنا ما سمعنا عن ايش اسمه قاف فتح السين قوة أربعة او قاف فتح السين تربية بما انك من هذا المنطلق يا أستاذ اعرف انك بدك تحل على التعويض خاص نص انه خارج القاف فتح السين موجود عندي برضو سينة بدك حل على التعويض بدك اعوض دائما يا أستاذ الأماكن اللي انا بدك عوض فيها حكيت انا الاشي اللي بدك يتعوض دائما اذا كان في عندي قوس عليه قوة ما داخل القوة ما داخل القوس بنعوض بقيمة صاد اذا كان في عندي مثلا جيب زاوية الزاوية هاي اللي هي بتكون جنب الجيب ما بكون سين تربيع سين تكعيب وخارج الجيب في عندي سينات برضو بعوض اللي هي الزاوية ولما يكون في عندي قاف فتحه او قاف كون في عند جواتها السين قوة اربعة سين تربيع سين تكعيب وخارج القاف في عندي كمان السينات فانا بعوض酒 اللي جوا تمام اللي جوا القاف شو بدي اجать احكي اللي بدي اجاجي احكي كالتالي انه اللهم صل على سيدنا محمد صاد شو تساوي اللي هي تساوي سين قوة أربعة ودال الصاد على دال السين شو تساوي أربعة سين قوة ثلاث وبرضو بدي أحكي أن دال السين تساوي دال الصاد على مين على أربعة سين قوة ثلاث هل انتهى عندي هذا الحل؟ هذا الحل اللي موجود عندي هون لما أنه ما يكون فيه عندي حدود للتكامل بس إذا ظهر عندي حدود للتكامل أنا بعرف أنه صاد هي نفسه قاف السين إحنا هارفين صح ولا لا في النقطة سين وقاف السين سين وصاد صح ولا لا فأنا بعرف هون أنه اللهم صلى على سيدنا محمد أنه قاف السين شو هي قاف السين تساوي السين قوة إيش أربعة بروح بوجة قاف السالب واحد وقاف مين إثنين فهي قاف السالب واحد وإحنا بنعرف سالب واحد قوة أربعة الأس الزوجي بشير السالب فشو جوابها واحد وقاف مين اثنين اثنين قوة اربعة اللي هي شو تساوي اثنين ضرب اثنين ضرب اثنين ضرب اثنين اللي هي تساوي ستعاش فبالتالي انا هون صرت عارف ان قاف اثنين تساوي ستعاش لعند هون انا هاي الشغلات الاساسية اللي هسرد ابلش احل من خلالها واروح بعمل الخط اللي انا بعرفه واببلش هالسحل بشكل طبيعي جدا طيب اول شغلة بدنا نسويها لنكتب التكامل هاي التكامل بدل السالب واحد شو صار في عندي واحد هاي واحد بدل اثنين شو صار في عندي ستعاش هاي ستعاش هاي ستعاش ما صبتها اي اربعة سين تكاين تمام قاف فتحة ما صبتها هاي قاف فتحة السين قوة اربعة اصبح اسمها صاد دت دال السين شو صار اسمها دال الصاد على مين على اربعة سين تكاين بقدرة قادر بروح ببلش اشتق اربع عفوا مبلش اختصر اربع عسين من تكيب بتروح مع الاربع عسين من تكيب شو صفة عندي انا تكامل من واحد الى ستاش قاح فتحة الصاد لدال الصاد فقط هانا هين بس بكامل طيب بعرف انه المشتقة بتروح مع التكامل ما دال الصاد بنزل عندي انا قاح في الصاد ومع انه في شعر بنزل المشط من 1 إلى 16 وبعوض الحد العلوي نراقص الحد السفلي فشو بدي يطلع عندي قاف 16 ناقص قاف مين الواحد قاف 16 من السؤال شو تساوي 14 ناقص قاف الواحد من السؤال شو تساوي سالب 6 14 ناقص الناقص 6 هاي بسير زائد وتساوي 20 انتهى حل السؤال بابسط شكل من الأشكال وبطريقة مستحيل بتخربط فيها بإذن الله تمام؟ طبعا الأسئلة اللي جدا مهمة ومتوقعة في الامتحاد طيب هسا نيجي هون يا أستاذ نيجي هون اللهم صلى يا سيدنا محمد هذا السؤال اللي هو سؤال قديش 56 هايصرنا حلينه وهون في عندي برضو مجموعة من الأسئلة هاي ع نفس الفكر طبيعة التعويض حكينا احنا الأشياء اللي بنتعوض التعوض اللي هي اللي هي الزاوية اللي بتكون هون لاحظ مثلا عندي هاي الزاوية سين تكعيب ناقص سين وورا شو في بره القاطع مرضو موجود عندي سينات وبالتالي أنا هانصاد وبعوض بشكل طبيعي هون في عندي جتة تربية بطلحها فوق بسي قاطع تربية طيح ايش في ضل عندي أسئلة هوا نفس السؤال اللي هسا حلناه وهون نفس السؤال عندي هون أشياء بالنسبة للميل وبالنسبة للقاطع أنا هون ما رح أحل أشياء بدي أحكي لك شغل صغير ليش ما رح أحل أشياء لأن هذه أشياء صارت معروف ونفس الفكر السابقة ولكن اللي هيش اللي بيختلف ثلاث شغلها هل له أول إشي بديك تكون عارفوا يا أستاذ إنه ميل المماس ميل المماس المقصود فيها قاف فتحة السين قاعدة الاقتران شو مقصود فيها اللي هي قاف السين ولما يعطيني نقطة مكونة من ألف وباب بعرف من خلال هاي النقطة أن قاف الألف شو تساوي باب تمام؟ هذول هم الثلاث شغلات اللي لازم أنت تكون عارفهم بأسئلة مقالية أو بيحكي لها أسئلة الميل المماس والقصص هاي تمام؟ فمثلا في سؤالك زي هيك لو جيتها حل بيحكي لي إذا كان ميل المماس للمنحنة الاقتران صاد يساوي قاف السين عند النقطة السين صاد هذا ما إلي خاص فيه يساوي قديش أربعة سين ناقص اثنين تكعيب هنا أصلا شو حكي لي ميل المماس بالتالي أنا بعرف أنه ميل المماس هو عبارة عن قاف فتحة إيش السين شو معطيني إياه يساوي أربعة سين ناقص اثنين لكل تكعيب هو معطيني إياه وقل لي جيت قاعدة الاقتران قاعدة الاقتران المقصود فيها هي قاف عفوا اللي هي عبارة عن إيش عن قاف السين عبارة عن إيش عن قاف السين وقلي علما بأن وين حنايا مور بالنقطة معطيني نقطة اللي هي واحد ثمنية بعرف من خلالها أن قاف الواحد شو يساوي ثمنية فبالتالي أنا هون بدي قاعدة الاقتران اللي هي قاف وعندي قاف فتحة معنا تقول فتحة بديش إياها بتخلص منها كيف ما تخلص منها يا أستاذ اللي هي عن طريق تكامل ضدال السين تكامل ضدال السين مشتقى مع تكامل مع دال السين بتروح صف عندي قاف السين وبكامل الجهة اللي هون عندي تكامل قوس بشكل طبيعي زيدها وقسم عليها وأضرب في معامل سين فهي لو زدتها رح تصير عندي أربعة سين ناقص اثنين زيدها رح تصير أربعة على معامل سين اللي على أربعة ضرب معامل سين اللي هي أربعة زائد جيم ما أنساها الإشي اللي بستفيده من هاي اللي هي أني بدأ أطلع قيم الجيم فهون أنا بدي أعوذ قافل واحد بعوذ واحد بدأ بكل سين فقافل واحد شو تساوي 4 في 1 4 ناقص 2 اللي هي 2 2 قوة 4 على 16 زائد جيم 2 قوة 4 اللي هي 2 ب2 4 ب2 8 ب2 16 ف16 على 16 رح يطلع عندي 1 زائد جيم وتساوي 8 8 ناقص 1 ناقص 1 هاي راحة جيم وتساوي 7 فأنا هون يا أستاذ عرفت أنه جيم تساوي 7 وصار في عندي اقتران جاهز اللي هو عبارة عن قافل سين ويساوي اللهم صالح سيدنا محمد 4 سين ناقص 2 4 سين ناقص 2 الكل قوة 4 على اللي هي عبارة عن على 16 زائد من زائد 7 فقط لا غير هذا هذا الاشي اللي أنا طلعته هين هو يسمى بقاعدة الاقتران فقط لا غير طبعاً أستاذ ممكن يحكي لي جد قاعدة الاقتران عنده سين تساوي 1 بعد ما خلص بعوض الواحد تمام أستاذي؟ طبعاً قاعدة الاقتران لازم تكون كاملة مش لازم تحتوي على السينات بالمرة عفواً على الجيم بالمرة حتى السؤال اللي تحتو نفس الاشي والسؤالات هذا الكل اللي هي تهم ميل المماس ونفس الفكرة على كل هذا الحكي بس أنا حاطط بزيادة عشان انت تحل يعني وتاخذ راح تقول انت بتحل هون السؤال الزيك بحكي لي جد ميل المماس يعني بده قاف فتح السين تمام؟ لما انه حكا لي بده قاف فتح السين بروح بعمل فتحة هون فتحة هون مشتقة مع تكامل مع دار السين بتروح وهي مشتقتها اللي هي 6 سين تربيع ناقص 2 سين زائد 5 بده عندي الواحد فبعوض بدل كل سين 1 ستة ناقص 2 زائد 5 وتساوي 9 فقط لا غير وهيطلع عندي الجواب بشكل سريع وسهل بإذن الله حتى هاي برضو الأسئلة كلها هيتها نفس الإشي هانا أستاذ انتقلنا إلى فكرة أجديدة من الأسئلة اللي هي فكرة السرعة والتسارع والزمن والمسافة احنا عارفين من الفصل الأول انه في عندي كلمة اسمها فعين تا صح؟ كنا عارفين انه زي هيك بنشطق مرة مرتين طب ايش اللي جديد هسا هون؟ اللي جديد انك انت بده يعطيك التسارع وتطلع المسافة بدك تطع بالعكس فهيك انت شو بدك تساوي بدك تكامل يا مرة يا مرتين الاشي اللي بيختلف عن الفصل الأول أنه في كل مرة بتكامل فيها بدك توجد قيم الجيم طب من هنا جيب قيم الجيم بيكون معطيني اشي كلمة سر في السؤال اسم السرعة الابتدائية تمام؟ السرعة الابتدائية مثلا تساوي خمسة يعني الجيم اللي موجودة في السرعة شو تساوي خمسة من غير ما تعوضه من غير ما تساوي اي اشي لأنه السرعة الابتدائية وهي معنها عين الصفر تمام؟ يعني السرعة عنده الزمن يكون صفر تمام استاذي؟ طيب هس هان يجي نحل هذا السؤال بشكل طبيعي وسريع بيجي بحكي لي إذا كانت سارع الجسيم يعطى بالعلاقة معطيني تان نون شو تساوي؟ تساوي ثمانية نون هاي هو معطيني اياه ثمانية نون بقول لي جد المسافة بما أنه قل لي جد المسافة فأنت صار تعرف انك انت إيش؟ هسه بتعرف انه بطيت كامل مرتين بس هو حكيلي هون بحكيلي أنه السرعة الابتدائية اللي هي عين الصفر شو تساوي؟ أربعة هذول من أهم الشغلات اللي لازم تكتبهم اللي هي عين الصفر الصفر تساوي أربعة هاي انت لازم تكون عارفها وهين بقول له موقع الابتدائي فالصفر تساوي ثلاث فالصفر تساوي ثلاث هاي اللي هي الفوق هاي معناها أنه الجيم تبعية السرعة قداش تساوي؟ تساوي أربعة وهان زاك انه الجيم تبعية المسافة قداش تساوي؟ تساوي ثلاث فهذا الإش اللي أنا بدي أستفيده من هذولا الثنتين طيب جيت هون أنا أول إش بدي أكتب كلمة السر اللي هي فاعين تا ومعطيني التسارع وطالب مسافة هاي بدي أكامل مرة بدي أكامل مرتين فخلينا نكامل أول مرة فلو بدي أكامل تا النون دوت دال النون مش تحط دال السين زي لها بال ثمانية نون وهون بدي أحط تكامل دوت دال النون تمام أستاذ طيب حس أنا لو بدي أكاملها شو تكامل التسارع هو السرعة فشو رح يطلع عندي عين النون ويساوي تكامل الثمانية نون زيدها وقسم عليها رح تصير عندي ثمانية نون تربيع على اثنين زائد جيم والجيم تبعت عين من السؤال قدش قيمتها أربعة فصار عندي أنا أول وحدة عارفها اللي هي عين النون تساوي ثمانية اثنين أربعة نون تربيع زائد أربعة هاي أول وحدة أنا صرت عارفها أنا بدي اقتران الموقع اللي ابتدائي بدي المسافة اللي بيقتحها فأنا إيش بدي أسوي بدي أكامل كمان مرة تكامل العين فابدي أحط هين تكامل عين النون ددال النون تساوي تكامل أربعة نون تربيع زائد أربعة ددال النون هسأنا التكامل عين النون هاي تكامل عين النون شو يساوي اللي هو فا النون فشو تكامل عين فا فهاي فا النون تساوي تكامل أربعة نون تربيع اللي هي تزيدها وقسم عليها تكعيب على ثلاث زائد أربعة نون زائد جيم صح ولا لا هس أنا جيم تبعي تلفا قداش قيمتها ثلاث فأنا أصبح الاقتران تبعي المسافة هو عبارة عن فا النون ويساوي هون ما بقدر أختصر فبتظل أربعة نون تكعيل عن ثلاثة زائد أربعة نون زائد قداش ثلاثة من السؤال أنا أصير تعارفه هس لو كان معطيني زمن بروح بعوض فيه لأنه بكم أحكي جدي المسافة التي يقطعها جسيم بعد مرور نون ثانيا بدل حركة كلمة بأن سرعته كذا وموقعه كذا فهو مش معطيني أصلا هو هين متى بده المسافة فعند هون أنا فقط هيك بخلص الحل تبعي بإذن الله مثلا في السؤال اللي هون بيحكي لي جدي موقع النقطة المادية بعد مرور خمس ثواني أريد روح أعوض الخمسة لكن هون بيحكي لي بعد مرور نون ثانية فبالتالي هو مش معطيني زمن لو أعطاني زمن كان أور تمام أستاذي هذا هو السؤال جدا مهم وجدا سهل هذا يعتبر من أصعب الأسئلة لأنه في تكاملين مع بعض هذا كلها يتو على نفس الفكرة كلها يتو على نفس الفكرة كلها يتو على نفس الفكرة باتمنى أنك تحل هاي الأسئلة يا أستاذ حلها وروح على الامتحان فل ما فيش فيها مزح وهي البركوت تنسوهش يا أستاذ لو بدك تأكد من السؤال ولو ما زبطه بعثني أنا بجاوبك هون نفس المبدأ هذا السؤال تبع J بلجته بدأ أحس أنه مهم يعني شوي لأنه وحيري في الامتحان بحكي لي يتحرك جسيم على خط مستقيم حيث أنه بحيث تعطى سرعته وبعد مرور ثاني يبدأ الحركة بالعلاقة حكي لي أنه عين محى علاقة هيوتها بقول لي فعننا موقعه قديش هو أصلا هنا أنا بعرف أنه فعين تا هو معطيني عين وبده إيش فع فبالتالي أنا هون هو معطيني عين وبده فع فأنا إيش بدي أكامل مرة واحدة فتكامل العين من السؤال هذا بدي أحط هنا تكامل بدي أحط هنا تكامل ددال النون ددال النون تكامل العين اللي هي فا النون وتساوي وتكامل الجتة اللي هي جيب جيب إيش الثلاثة نون ناقص اثنين هاي ثلاثة نون ناقص اثنين على مين على معامل على معامل اللهم صلع سيدنا محمد اللي هو معامل نون اللي هي ثلاثة وما انسى احط له زائد جيم اذا انسيتها بكون جوابي غلط بتطلع وين اللي موجودة نفسها وبحطها اللي هي في الرعدال طبعا استاذ بيجي بيحكي لي هو انه انت حطب هاي بتخلف عنها طبعا انا اصلا هي عبارة عن واحد ضرب جيب اللي هي واحد على ثلاث في ايش في جيب الثلاثة نون ناقص اثنين زائد جيم واحد ضرب جيب رح يعطيني جيب وثلاثين لو حطيت هنا مثلا واحد ثلاثة في واحد رح يعطيني ثلاثة ماشي بس هذا ايش انه بشكل يعني كيف تحكي بك اياها انه انبسط اكتر طبعا هنا يا استاذ اللهم اصلا على سيد محمد نفس الافكار كل هيتها ما ايش بتغير هون كل هيته نفس الافكار هسه هون يا استاذ اللهم اصلا على سيدنا محمد نفسي بشكرة ما في ايشي هسه هون ندخل على ايش اسمه المساحات السؤال اللي دايما بكون هو من الاسئلة السهلة في الامتحان ولكن فيه كمية من الطلاب بخربق فيها خلنا نسوي الكاميرا وارتا طيب يا استاذ نيجي هسه على الاشياء اللي بتخص المساحة خلينا نحكي عنها طيب قبل ما نبلش في المساحة خلينا نجي نحكيك ملخص صغير عن المساحة بشكل عام وانواحها صلي عنا بأول شيء اللهم صلع سيدنا محمد أول شيء يا استاذ في عندي التكامل أول شيء عفوا في عندي المساحة مع محور السينات في عندي التكائل المساحة في منطقة معينة في عندي المساحة عن طريق الرسم وفي عندي التكلف في المساحة أول واحد اللي هي المساحة مع محور السينات فانت معها لغير أنك أول شيء أنك بدك تطلع قيم سين عن طريق أنك تساوي بسفر وبعديها تطلع قيم سين وبعديها تتسوي تكامل بشكل طبيعي أما التكامل مع محور السينات وفترة هنا يا أستاذ بدك تصير فيه نوع من الاختبار إلى وقته هسا بحكي لكم إياه بالنسبة للتكامل والمساحات عرفا عن طريق الرسم هنا برضو فيه لها أشياء معين إلى وقتها منحكيها ولكن هذا زي تلخيص بسيط وسريع عن الموضوع كامل طيب أول شي بيحكي لي جد مساحة المنطقة المغلقة المحصورة بين منحنة الاقتران وإيش ومحور السينات هون زي ما أنت ملاحظ أنه إيش بيديه مع محور السينات يعني أصلا هو مش طالب فترات ولا طالب إيش يبتيج أول إيش بتيجي تحكي سين تربيع ناقص أربعة تساوي صفر بشكل طبيعي بتطلع قيم سين فرق بين مربعين سين زائد سين ناقص اثنين اثنين سين وتساوي اثنين سالب اثنين عفوا سين وتساوي اثنين هي طلعت قيم سين كل هيتهم طيب شو بدي أعمل أول شي بدي أعمل تكامل بدي أعمل إيش تكامل القيم الصغيرة بدي أحطها تحت الكبيرة بدي أحطها فوق بعدها بدي أحط الاقتران اللي كان موجود عني اللي هو سين تربيع ناقص أربعة لدى للسين وأجري عملية التكامل هاد هو اللي بدك تسوي بس هذا السؤال ممكن يجي في امتحان الوزارة ممكن بأربع علامات ولكن السؤال اللي ممكن يجيك ويكون حل ويجي عليه علامات أكثر طبعا أستاذ هنا ما يخلص السؤال هنا بدك تكامل وتطلع القيمة التكامل تطلع قيمة التكامل هي بتكون قيمة المساحة والذكر الذكر إن أصلا يا أستاذ هنا بيكون في عندها قيمة مطلقة وهاي القيمة المطلقة إحنا ما بنستخدمها في الحل أبدا ولكن نستخدمها في مرحلة الجواب آخر شي بحيث لو طلع عندي جواب سالب بحط له قيمة مطلقة فيصبح الجواب موجب لأنه مستحيل يكون في مساحة قيمتها سالبه تمام أستاذ طيب نيجي هون على السؤال اللي بعده هين بيجي بيحكيلي مساحة منطقة مغلقة محصورة بينها منحة الاقتران اللي هو 12 ناقص 2 سين وفترة مع طين طبعا منحور السينات وفترة أول إيش بساوي بسفر اللي هو 12 ناقص 2 سين وتساوي سفر بهاي ناقص 12 ناقص 12 ناقص 2 سين وتساوي ناقص 12 على سالب 2 على سالب 2 اعفوا هنا بسير عندي سين وتساوي سالب أو 6 لحالها لأنه السالب رفع السالب وطلعت عندي سين تساوي 6 طيب هسا ايش بدي يعرف أنا بعدما طلعت عندي سين تساوي 6 فيه عندي هون قيمتين فيه عندي أول إيش الصفر وفيه عندي الستة وفيه عندي الثمانية رتبتهم بحيث من الصغير الكبير ان هي تصاودياً صغير الكبير وأول إشي هسا أنا باجي بحكي هل الستة هاي أو عفواً قبل ما أرتبهم قبل ما أرتبهم أنا أول إشي هنا عشان نكون معك صح 100% قبل ما أرتبهم بحكي هل الستة موجودة بالفترة من سفر لثمانية إيش الأرقام اللي من سفر لثمانية سفر واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية فعلاً هي موجودة بالتالي الستة من ضمنهم فبأخدها معهم لو أن الستة مش موجودة من ضمنهم باشطوا بالستة وباخد بس السفر والثمانية وبحط تكامل واحد الآن أصبح عندي ثلاث تكاملات إيش بدي أسوي؟ اللي بدي أسويه بدي أعمل تكامل زائد وهي الزائد مهمة وهان تكامل تمام؟ أصغر رقم بدي أحطه هين أكبر رقم بدي أحطه هين والرقم هذا المتوسط بدي أحطه هين وهين تمام؟ أصبح في عندي تكاملين لالاقتران اللي موجود عندي هون اللي هو أصبح عندي اللهم صلى سيدنا محمد تكامل من سفر إلى ستة وتكامل من ستة إلى ثمانية التكامل اللي كانيم بنحط فيه اتناعش ناقص 2 سين اتناعش ناقص 2 سين دود دال السين وهنا بحط في التكامل هين برضو نفس الاقتران اتناعش ناقص 2 سين دود دال السين الزائد هاي ليش مهمة؟ الزائد هاي فقط تجمع الأرقام الموجبة. تمام؟ وانت مش حاسس هيك اصلا لحالك حطيت قانون المساحة. في السؤال اللي قبل ها والسؤال اللي ها. تمام؟ في جدا انك تحفظ قوانين للمساحة. بس اتبع الخطوات اللي هسا حكيت عنها. انت هيك بتكون طلعت شكلين للتكامل. كلكم بتعرفوا تكامل وتكاملات عادية. ولكن انتبه انه الجواب اللي بدي يطلع عندك هون تحط له قيمة مطلقة. زائد هاي الزائد الكرنيبة اللي هي لازم تكون ايش فقط تجمع أرقام موجبة. وهنا الجواب لازم تحط له ايضا قيمة مطلقة. تجمع رقمين بقيم مطلقة. يعني ارقام موجبة فقط يتم جمعها. وبتكملها للسؤال. استاذة ما حكيت لك عندك لكيو آر هذا اللي موجود هون. اذا بدك استصابت في ايش تطلع عليه. ما فهمت برضو اه تعال عندي او انا بفهمك اياه. تعال عندي يعني بعتلي. مش تجعلنا عبار. برضو اهلا وسهلا برضو. طيب. اسئل مساحة برضو موجودة عنديها كالتالي. استاذ فهاي الواحد والثلاث هي عبارة عن سين واحد تساوي واحد. سين اثنين تساوي ثلاث. انه عبارة عن مستقيمين. فعادي جدا استاذ انك تحل عليهم. كالتالي. اه اللهم اصلى على سيدنا محمد. مثلا في عندي اه فكرة سؤال اللي هي هون. ها مثلا. ايه ما اعطيني من مستقيمين بشكل طبيعي جدا. تمام استاذ. مثلا لو جيت اطلعت على السؤال هاض. الاقتران اللي هو ثلاثة. ناقص سين تساوي سفر. عشان اطلع قيمة سين زائد سين زائد سين. استاذ عادي لو نقلت السين على الجهة الثانية انا حبيت انقلها عشان نشرتها سالبة. فصفة ثلاثة وتساوي ايش? سين. هاي طلعت قيمة سين. طب انا شو الارقام اللي عندي. السالب واحد واثنين. هاي السالب واحد. وهي اثنين. شو الارقام اللي بينهم? اللي هم السالب واحد سفر. على خط الاعداد. هاي سالب واحد. وهي اثنين. شو الارقام اللي بينهم? صفر واحد. فيش غيرهم. طب هل الثلاثة من ضمنهم? لا مش من ضمنهم. طب انا ايش بدي اسوي اذا الثلاثة مش من ضمنهم? بشطب الثلاث اشطبها ولا كانها موجودة شو ضف صفها عندي السالب واحد واثنين بعمل تكامل الصغير تحت والكبير فوق للاقتراض ثلاثة ناقصين ضد ثالثين وبحل التكامل هاض بشكل طبيعي وما انسى القيم المطلقة اللي بتحطها على الجواب تبعي بعد اذا طلع عندي سالب تمام استاذي موضوع جدا بسيط وجدا سهل يعني مش شايف يا ايش الصعب هون كل هيتهم نفس الاشياء نفس القصص كل هيتهم مساحة منطقة مغلقة كل هيته نفس الاشي نيجي على الرسمات في الرسمات بدك تتبع على شغلتين شو هم الشغلات اللي بدك تتبع عليهم اول اشي في الرسمات استاذ في شغلتين مهمات ايش طالب مني والثانية اللي هي انا بس يطلب مني بحكيكم اياها شو طالب مني اول اشي هسا شو طالب مني هو طالب مني مساحة طالب مني تكامل هاي المطلوبين الرئيسيات اذا طالب مني مساحة بتنكسر الحجوز الحجوز تنكسر الحجوزات كاملة يعني كيف تنكسر الحجوزات كاملة يعني ما بفرق معي اللي هي انه اذا كان التكامل لمشا قلب او اذا كانت منطقة التكامل منطقة التكامل بتفرق معي منطقة ما حكت مساحة لانه مساحة دايما موجبة بينما المنطقة ممكن تيجي موجبة وممكن تيجي سالبة زي الاسنصير الطابق سالب اثنين المنطقة تحت الأرض بواحد. تمام أستاذ؟ هون يا أستاذ بدك تكون عارف أنه التكامل ممكن يجي يحكي لي أول إشي كتكامل أنه يجي عطيني تكاملات مثلاً هون إذا طلب مني تكامل لازم يكون الصغير تحت الصغير ايه اشتحت لازم والكبير فوق ليش طب يا أستاذ هذا الحكي أنت بتحكيه أول إشي هاي رسمي تمام هاي الرسمي هاي الرسمي تمام عندي هاي المساحة اللي هون وعندي المساحة اللي هون هاي المساحة اللي هون اللهم صلع سيدنا محمد يلا يا ابني يا ابني تيس طيب هاي المساحة اللي هون اسمها مساحة واحد وهاي المساحة اللي هون اسمها مساحة ثنين. تمام أستاذ؟ طيب جيت أنا هسا شو بدي أسوي لكم أنا هان؟ جيت حكيت لك أنا بدي تكامل هيك هيك حكيت بدي تكامل من أربعة إلى سفر للاقتران قاف السين. كتكامل إحنا عارفين كتكامل جوابه موجب أو سالب. الإشي اللي بتحكم في الجواب الموجب والسالب هم شغلتين حكينا عنهم. مكان المنطقة اللي هي المساحة عفوا اللي هي المنطقة مكانها. بحيث إنه إذا كانت فوق محور السينات بتكون موجبة تحت محور السينات بتكون سالبة. الإشي الثاني اللي بيتحكم اللي هي الجسم حدود التكامل. لازم يكون الصغير تحت والكبير فوق. إذا كان العكس شو بعطيها سالبة. حلو حلو. هسا أنا عندي هان جيت اطلعت هان بالنسبة للرسمة أنا عندي الصفر بعدين الأربعة. معناته هاي مش أقلبة. الصغير تحت والكبير فوق. بعطول أنا بحط أول سالب. أنا بدي أختبر السوالب بعدين بعطيت جواب. تمام؟ هاي بختبر ايش بحط أول سالب. تمام؟ طيب ثاني إشي جيت حكيت لك أنا اللي هو ايش. اللهم صلع سيدنا محمد المنطقة. المنطقة فوق ولا تحت؟ والله المنطقة فوق. لما إنها فوق خلص بحط موجب. تمام؟ مثلا هذه المنطقة قيمتها خمسة مثلا قيمتها خمسة. مثلا هاي قداش بتكون قيمتها خمسة زي هي. فشو الجواب طلع عندي سالب خمسة. وستط كيف الفكرة؟ تعالوا على السؤال اللي بعده تعالوا. تعالوا على السؤال ها خلينا نشوف. طيب هاي عندي أنا هون سؤال. معطيني المنطقة الأولى ومعطيني المنطقة الثانية. اللهم صلع سيدنا محمد مساحة الأولى تساوي أربعة. اللي هي مساحة واحد هاي تساوي أربعة. والمساحة الثانية هو بيحكي لي إنه بدي إياك توجد لي إياها. كيف بدي أوجد لك إياها أنا هاي يا أستاذ أنت؟ أول إش يا أستاذ هو محاكي لي هنا شغلي إنه من سفر إلى خمسة. معطيني تكامل من سفر إلى خمسة. من سفر إلى خمسة لتلاتة قاف السين هاي تلاتة. قاف السين شو تساوي؟ تساوي أربعة طبعا ددال السين. ددال السين شو تساوي أربعة وعشرين. تمام هذا الحكي بالنسبة لمن؟ لاحظ في عندي مطلق ما في عندي مطلق. فإذن هو بالنسبة لا تكامل عادي. قداش قيمتها أربعة وعشرين. حس أنا عندي هون أول إشيء بدأ قسم على ثلاث. أقسم على ثلاث. أصفت عندي تكامل من سفر إلى خمسة. قاف السين ددال السين شو تساوي أربعة وعشرين. طيب من سفر إلى خمسة في مسحتين. الأولى من سفر إلى واحد والثانية من واحد إلى خمسة صح؟ فإذن هذه المساحة اللي هون تنقسم لقسمين. الأولى من سفر إلى واحد والذي قاف السين ددال السين زائد الثانية من واحد إلى خمسة. إيش؟ من واحد إلى خمسة. قاف السين ددال السين. شو يساوي ثمانية؟ طيب هو في السؤال حكيلي أصلاً أنه مساحة المنطقة الأولى قداش تساوي أربعة. مساحة المنطقة الأولى اللي هي من سفر إلى واحد قدش قيمتها أربعة بس هو لو تيجي تركز حكا لمساحة المنطقة الأولى أربعة ولكن أنا بشتغل على تكامل صح ولا لا بما أني بشتغل على تكامل أنا والمنطقة الأولى وين جاي تحت إيش تحت محور السينات بالتالي هنا من سفر إلى واحد مش أربعة شو بدها تكون سالب أربعة وسط الفكرة أستاذي وصلت أنا شو قاعد بحكي لك اللي بحكي لك هي أنه في المساحة في شغلتين بدك تنتبه عليهم طول ما قاعد بيحكي معك عن المساحات ما بفرق معك اللي هي حدود التكامل مش أقلب ولا مش أقلبة ولا حتى بفرق معك اللي هو اللهم صالح سيدنا محمد مكان المنطقة فوق محور السينات ولا تحت محور السينات بالمرة ما بفرقوا معك ولكن إذا حكى معك عمساحة وبده يشتغل معك عتكامل الثنتين بصيروا يفرقوا معك الثنتين هو حكى لمساحة المنطقة الأولى تساوي أربعة ولكن أنا هون قاعد بحلعة تكامل فبالتالي أنا شو بدي أحط تسالب أربعة زائد تكامل من واحد إلى خمسة قا في السين دود دال السين شو تساوي ثمانية زائد أربعة زائد أربعة فإذا أنا المنطقة من واحد إلى خمسة قا في السين دود دال السين شو تساوي اثناش وسطتك الفكرة المنطقة هاي شو تساوي اللي هي المنطقة 2 تساوي 12 يا أستاذ ركز معي الله يرضى عليك ووسط الفكرة ها شو تساوي 12 فبالتالي أنا هون لو أجا قعد يحكي لي بدي مسحتهم كلهم قداش مسحتهم كلهم 16 هو شو كان طالب مساحت 2 قداش قيمتها 12 سؤال بسيط ولطيف ولكن إذا أنت كنت فاهمه إذا ما كنت فاهمه بروح عليك السؤال هيك هيك أنت في الامتحان أستاذ بتخطأ هاي الخطأات اللي بتخطأ فيها في الامتحان تطلع بتفكر حالك حال الصح بتطلع عندك الخطرات الصغيرة هاي تخرب عليك أسئلة كثير تمام هون مثلا السؤال أنا مش عارف لا ألف ولا با ولا جيم مثلا ولا عارف ولا ألف ولا با ولا جيم ولسا لكن الإش اللي بعرفه أنه ألف وبا وجيم أصغر واحدة ألف با في النص وجيم أصبر واحدة هين بيجي بيحكي لي يمثل الشكل منحنا الاقتران بيقول لي إذا كان معطيني تكامل المرة من ألف إلى با قاف السين من ألف إلى با قاف السين قداش قيمتها خمسة تمام؟ وحكي لي إذا وكانت المساحة المحصورة بينما نحن الاقتران في المحور من ألف إلى جيم قداش كانت اتناشر وحدة تمام؟ اتناشر وحدة شو بده بده من با إلى جيم طبعا أنا بعرف أن من ألف تكامل من ألف إلى جيم شو تساوي له من هان إلى هان هي عبارة عن تكامل من ألف إلى با زائد تكامل من وين؟ من با إلى جيم صح؟ صح ولا لأ هسا من أمل شو اسمه؟ ايش هاذا من جيم إلى ألف؟ مين كتب من جيم إلى ألف؟ شو بسو أنا قاعد يزال؟ من اللهم صلى على سيدنا محمد من ألف إلى جيم اللي هي عبارة عن تكامل من ألف إلى با زائد تكامل من با إلى جيم تمام؟ هاذا بالنسبة للسؤال تبعي طيب هسا أنا بعرف أنه من ألف إلى با قداش قيمتها خمسة والمساحة كاملة بقول لي ومحور السينات هاي المحصورة بينما لحوات تساوي اتناشر وحدة بقول لي هنا وكانت مساحة المحصورة بينما لحوات الاقتران المساحة قداش تساوي اتناشر كاملة تبعاتهم كلهم بالنسبة له وبيحكي قاعدة عن مساحتهم كلهم قداش تساوي اتناشر فهي أنا هون قداش هانا عرفت أنه مساحتهم تساوي اتناشر زائد قداش من با إلى جيم طيب هسا من با إلى جيم أنا هون قاعد بتعامل كمساحات تمام؟ من با إلى جيم قداش لا تكون؟ بتكون سبعة صح ولا لا؟ زائد خمسة وتساوي اتناشر إذن أنا عرفت أن المساحة المساحة ركز المساحة من با إلى جيم قداش تساوي؟ تساوي سبعة طيب هذا شو طالب مني بده من باقي الاجيم ايش تكامل هايو شو طالب مني تكامل من باقي الاجيم انا عرفت مساحة سبعة بس هو طالب مني تكامل من باقي الاجيم ركز من باقي الاجيم تحت منحلة تحت محور السينات ولا فوق تحت محور السينات فشو بديكون الجواب اما انها تحت شو بديكون سالب سبعة فانا شو باجه بحط سالب سبعة تمام استاذي باقي الأسئلة حكيت أنا أقريبا أبرز الأفكار بالنسبة للمساحة ما أتوقع بظل عندك أشياء باقي الأسئلة أستاذ حاول بحلهم لو ما عرفت تطلع على الكود اللي موجود عندك هون ما فهمتش من الكود برضو تواصل معاي تنساش إنه في شغلة اسمها التكلفة التكلفة اللي هي شو تساوي المساحة ضرب السعر يعني بيجي بيحكي لك إنه هاي في عندي أنا هنا شباك هاي شباك نافذة هنجي نحكي عنها أتوقع حيكي في الامتحان نافذة مثلا إنه هاي النافذة مساحتها مثلا طبعا هو راح يخليك تطلع مساحتها راح تكون هاي النافذة مثلا جزء من محور السينات ومحور الصادات ولكن أنا بدي أحكي لك بشكل مفسر عنها نافذة مساحتها خمسة خمسة متر مربع وسعر مثلا بدنا إحنا نحط عليها قماش سعر متر القماش ثلاثة ثلاثة نينير فكا شو القانون التكلفة اسم مساحة ضرب ايش السعر فبتيجي تحكي له خمسة ضرب ثلاث وتساوي خمستاش هاي هو الجواب المساحة منهم نجيبها من قوانين المساحة سواء كانت من اقتران ومحور السينات سواء كانت اقتران وفترة ومحور السينات سواء كانت من الرسمي هذا الحكي بالنسبة للتكامل هيك خلص التكامل هيك زي هيك مثلا هي هيك رسمي بيكون معطين اقتران مثلا شغلات زي هيك والان السؤال هذا محذوف ملغي وفي عندك هنا كمان سؤال يعني موضوع جدا بسيط وجدا سهل يا استاذ هيك بكون خلصنا جزء ثاني من التكامل مكثف تبعنا هسا بدنا نروح على اشي بخص اللهم صلع سيدنا محمد اللي هم وحدة الاحصاء هي وحدة جدا سهلة ما رح احكي فيها غير على الاشياء الرئيسية لانه اصلا كل شرح المادة ينازل على اليوتيوب بتقدر تحضر وانت كامل كله على بعضه كله كامل توقع اربع ساعات او ثلاث ساعات كامل الوحدة يعني لو انك مش درسها بتقدر تدرسها اليوم او بكرة او بعد وعندك فترة العيد كان قدرت تدرسها فيها برضو فيعني انت ثلاث اربع ساعات ممكن تختم الوحدة وانت مش فتحها وتجيب فيها علامة فعشان هيك مش كل اشي رح اشرح فيها رح اشرح بس الشغلات المميزة لانه اتوقع انه الفيديو اصبح جدا طويل ومش حدا بقدر يحضر فيديو اربع او خمس ساعات كمراجعة تمام دقيقتين ارجع لكم طيب استاذي بنهاية الفيديو هذا وبنهاية الفصل الثاني بنكون هيك احنا يا استاذ اتمينا شرح الفصل الاول والفصل الثاني من مكثق وماد وواجبات ويعني ما قصرت معكم حتى مراجعة وكل اشي سويت لكم اياه بقدر عليه سويته باذن الله يا استاذ هيك بكون خلص وصلنا للنهاية ان شاء الله ربنا بوفقكم في حياتكم اللي جاي في الجامعة وطلع لكم جامعات منيحة ويجيب معدلات عالية لا تنسونا من الدعاء يا استاذ ولا تنسوا تحكوا لحبيبكم عننا وكمان خليهم يدعو لنا كان معكم الاستاذ احمد وان شاء الله بنشوفكم في فرص افضل من هيك يا استاذ في حياتكم المستقبلية نشوفكم كاطباء ومعلمين ومهندسين ونشوفكم في اعلى المراتب يا رب وسلام